في سنة 2008 كتب الدكتور جلال أمين جلال أحمد أمين لأن فيه دكتور تاني اسمه جلال أمين برضو في جامعة أمريكاية كتب الدكتور جلال أمين الحقيقة يعني مقال مجموعة مقالات مهمة جدا في المصر اليوم في 2008 كانت حوالي 9 مقالات أنا فاكرهم كان بيقول فيهم إذا كان الفساد مهرجانا كبيرا في عصر السادات ولكنه تحول الآن وأصبح جزء من النظام وبيستعرض الدكتور جلال أمين في المقالات دي صور الفساد وإزاي مصر اتنقلت من دولة مهزومة في 67 إلى دولة رخوة بعد كده دولة رخوة هي الدولة في تعريفه هو التي لا تستطيع التصدي للفساد وبيقول في المقالات دي أنه ما فيش دولة ما فيهاش ناس عندهم استعداد للفساد لكن في مناخ بقى ينشر الفساد ومناخ يقتل الناس دي طيب أنا بقول الدكتور جلال أمين رحمة الله عليه إذا كان الفساد في عصر السادات كان مهرجانا كبيرا وفي عصر مبارك كان جزء من النظام فمبروك علينا أن الفساد في عصر السيسي هو النظام نفسه هو النظام نفسه فخبا نبدأ بقى عشان ما يتحرقش دمنا أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارح كنت حكيت لكم حكاية السبع مباني اللي على ضفاف النيل وقلت لك أن كل مبنى وراحكاية وحدوتة وتاريخ وشرحت لك التاريخ هنا وقلت لك السيسي نزلهم في المزاد وسطر فصل جديد بائس في تاريخ مصر لكن عشان الصورة تكمل وعشان تعرف الكلام اللي أنا بقوله هنا صح إذا كان على رأي جلال أحمد أمين الفساد كان مهرجانا كبيرا في عصر السادات وأصبح جزء من النظام في عصر مبارك فهو النظام كله في عصر السيسي اللي لدي معنا خمس حكايات تانين خمس حكايات للفساد أبطالها من الحزب الحاكم في مصر هو فيه حزب حاكم في مصر؟ لا مش حزب مستقبل وطن ولا الحزب الحاكم الحقيقي حزب الضبورة والنصر الكام الجيش هو الحاكم الفعلي لمصر من انقلاب اتنين وخمسين لحد الوقت الجيش اللي السيسي رفض حتى قبل ما يمسك الحكم إن حد يرقب الجيش باعتبار إن الجيش يا حضرات هو الصحابة باعتبار إن الجيش مؤسسة فيها ملايكة بس يعني الجيش السيسي تعامل معها لأنه الملايكة فقط لغير باعتباره مؤسسة وطنية عندها رقابة ذاتية ياريت مصر كلها تبقى شبهه هو اللي قال كده مش أنا اسمع كده الهيات اللي حمد في جوة الجيش مش معقول يا أسس براهيم أنت عايزة تحطه كل حتة مش معقول خلوا الجيش لوحده بيش قاين بحاله زي الفل ووأساسة قوية أنا نفسي أعرف إيه كمية البهورة والمحنق والكهن اللي عمله ده الجيش أنت بتقول جيش ورح عمل كده وطبعا الأخ براهيم نفخه بيدينه الكيو الصمت ده ورح حاجة استنى قبل عريقي واتأثر تراني تأثرت قوي الجيش يا أستاذ براهيم بعد فترة صمت الأداء بقى الأوفر قوي بتاع عامات حمدي بتاع عامات حمدي كمان في فيلم أوفر قوي أني رحلة الجيش انت بتقول الجيش اتقامس يعني هي قلبت مع ابقامسة الحزن قلب مع ابقامسة وبقى غير خاد نفسه والتاني رح مديله الكيو الصمت ده وره معنا انت في حاجة جرحتك انت قاد على حجر الجيش والحاجة حضرتك في حاجة تحت الفل في حاجة يعني وانا بقى سمعني الفيديو ده اني كده ميزو عشان روّق دماغنا بدل ما يتحرق دمي اسمع كده هات الفيديو هو هو قليات العمل بس سانوا فين فين الكمانجات بقى فين الكمانجات نازلة من السماء والحاجات فين بقى شوف شوف الوقفة قال له الجيش ما قالوش حاجة على فكرة ما قالوش أم الجيش أبو الجيش أخت الجيش ما قالوش اي حاجة قال له هو الجيش مش هنرقبه فالجيش طالع ان هو وقب بالغار الداخلي فقال له الجيش انت عاستوا يسخل على الجيش الحمام الكمانجات منزلتش لانه كان ده فيديو مفروض يروح بقى الستوديو ويجي الموسيقار بقى يعمل لنا كامانجات نشوف كده بقى بعد ما الصمت ده ابراهيم هيديله حيطة كده كيو اسمع يا سلام يا سلام كفاية 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 أفوارة بقى الجيش ده فين لوع محمد صلاح محمد صلاح الدين اللي تعمله فندق باتنين مليار فين في التجمع الخامس الجيش مؤسسة عظيم على فاكرة خذي يا أسيسي الجيش ده كان فيه السادات اللي كان بياخد عربيات كدلك من صحابه السعوديين ويدل عبدالحكيم والصحابه يعني الجيش ده فيه السادات اللي استولى على فيلا أو أسر الموجي اللي كان في الهرم الجيش عادي جد الجيش ده كان فيه صلاح ناصر اللي كان بيشغل الفنانات ويدورهم في استقطاب وشأت كبار المسؤولين والقادة والحاجات ده الجيش ده فيه ناس زي محمد فوزي وناس طلقت يعني حرامية كتير قوي كتير قوي ايه 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 فجأة الجيش ده بيت النبي يعني الجيش ده من بيت لحم الجيش ده ايه يعني جيش مؤسسة عظيمة قوي فأتأثر قوي وطبعا بقى المهويس في الفيديو ده دموع بقى دموع 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 على رأي حمد اهلال ولان سيسي فعلا كان عايز يحول مصر كلها لمؤسسة يحكم على الجيش فعمل حاجة غريبة قوي اعتبارا من 2015 جاب واحد اسمه اللي هو محمد عرفان عينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية اللي هو ده محمد عرفان ده اتعين رئيس لهيئة الرقابة على فكرة دي مش جديدة خالص لحد الوقتي فيش اي مفاجأة هقولك ليه وطلب منه انه بحكم موقعه الجديد الجديد بقى اصبص اسمع هيئة الرقابة الإدارية دي من ساحب ما تعملت بيمسكه زباط جيش كبار زي اللي هو هتلر تنطاوي وممكن دلوقتي ميزه يطلع لي اللواءات اللي مسكه هيئة الرقابة الإدارية كلهم زباط جيش وكبار المناصب في هيئة الرقابة الإدارية بتقعد زباط جيش خليك زي ما انت الله خليك اوعى تقوم وريني بس كده الزباط والقادة الكبار اللي مسكه ايه الجديد يعني اهم ايه الجديد السادة الرؤساء الوزير حسن عبدالشافي وطبعا ده كلهم لوقات وقبلهم بقى هتلر تنطاوي ايام مبارك بقى اول ايام مبارك كمل كمل هتلاقيك اهو هتلر تنطاوي ده الراجل ده ده بيتسمى الوزير بس كل دول قادة كبار في الجيش المصري كل دول طب ايه الجديد يعني انه جاب محمد عرفان اسمه ايه ده هو جابوا رئيس الهترقابة الادارية تم كل دول كانوا قادة كبار في الجيش وكبار المناصر في الهترقابة الادارية للزباط الكبار في الجيش ايه الجديد انا هقولك الجديد اللي عملوا السيسي من 2015 لما جاب محمد عرفان اللي انت شفت الصورة دول قالوا لأ بص بقى هي الرقابة الادارية بترائب على مؤسسات الدولة كلها معدد الجيش ترائب على الشركات والمؤسسات والحاجات دي والموظفين الجديد بقى احنا عايزين نعمل حاجة جديدة انت تتواصل مع شركات القطاع العام والخاص عشان بدل ما الرقابة الادارية ترائب من بعيد لا احنا نعين زباط جيش في مناصب الادارة في الشركات والاولوية تبقى للوقات هيئة الاركان في سلاح الجو والبحرية والدفاع الجوي والادارات المركزية والوحدات الخاصة وحرس الجمهوري دول بقى انت تنشرهم في ده الجديد بقى مش انت تقعد في مكتبك كده في مدينة نصر ترائب الشركات دي وترائب وزارات لا انت تبعد تشتغل كده تعين كبار القادة في الاسلحة تعينهم في شركات القطاع الخاص والقطاع العام وبكده يبقى مسموح ليهم انه يجمعوا بين مناصب في القطاع العام والقطاع الخاص ويجوا وراهم بقى لما تخلص كبار القادة دول تعين المتقعدين من الرتب ويبقى ليهم اولوية في الشركات هيا دي الجديدة بقى الجديد محمد عرفان من 2015 انشر لي الزباط في كل حتة منها ان احنا هنراضي كبار اللصوص ما انت تخان نفسك لوه كبير وما تعينتش رئيس مجلس مدينة ولا تعينت محافظ ولا تعينت في اي حتة ولا تعينت في الطب بتاع القوات المسلحة مش ليكش مكان يبقى مكانك فين نجيب لك شركة حلوة كده نعينك فيها ما تروحش ومرتبك يوصلك على البنك يبقى كده راضينا طب خلصنا الناس اللي وقاتي كبيرة اللي بتطلع دي على طول في المتقاعدين ننضرق عليهم برضو الحقيقة من ساعة ما تعملت الرقابة الادارية زي ما قلتلك وبيمسكها يا زباط جيش كبار وشغالين فيها زباط جيش برضو يعني صحاف بعض وزيتنا في دقيقنا هي معمولة ليه؟ ايه معمولة عشان ترقبك انت كمواطن؟ اوالله الجيش يرقب المدنيين لكن حد يرقب الجيش هديك شفت رجلة قمص ازاي؟ وفي المعنى ده كتب الباحث في معهد كارنيجي زياد او يزيد الصايغ كتب معنى في القصة دي رحلة استعرض رحلة كده في الرقابة الادارية مع لوقات الجيش نشوف كده جزء من مقال يزيد الصايغ يزيد بيقول يؤكد يزيد الباحث في الشؤون العسكري والامنية النهاية الرقابة الادارية عملت في ظل حكم مبارك كوسيلة لترهيب المعارضين ومعقبتهم والسيطرة على مؤيد النظام وكان بالإمكان كبح جمعها عندما تهدد تحقيقاتها السياسين او رجال الاعمال المقربين من الرئيس قصدي مبارك ففي عام ستة وتسعين استبدل رئيسها اللواء أحمد عبد الرحمن بعد إصراره على متابعة التحقيق في قضية فساد ضد وزير الإسكان وقتها إبراهيم سليمان وكان بديله اللواء هتلر تنطوي أكتر إزعانا على ما يبدو حيث جدد له مبارك ثلاث مرات وبعد دقاعد اللواء هتلر تنطوي في 2004 نشرت اتهمات بأنه استغل منصبه للحصول على عدد الأملاك وقد خلفه في رئاسة الهيئة اللواء محمد فريد التهامي الرجل الذي سيوليه السيسي في بداية انقلابه رئاسة المخابرات العام واللافت أنه مبارك جدد لللواء التهامي أربع مرات منذ أن انتهى تعيينه الأصلي في عام 2008 كان آخرها من جانب المشير تنطوي رئيس المجلس العسكري بعد الثورة في ديسمبر اللي هو كانون أول 2011 حيث ارتقى محمد مرسي إلى رئيس الجمهورية في يونيو 2012 استطاع أحد ضباط هيئة الرقابة الأدرية وهو المقدم معتصم فتحي أن يقدم أدلة على فساد رئيسها الأسبق اللواء محمد فريد التهامي لرئاسة الجمهورية فضلا عن تفجيله لقضية القصور الرئاسية التي تورط فيها مبارك ونجلاه وقد أكدت بعض الجهات الرقابية الأخرى صحة هذه الاتهامات فأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بعاز التهامي من وظيفته وتعين اللواء محمد عمر هيبة مكانه لكن سرعان ما أقاله السيسي بعد الإنقلاب العسكري عشان يعين اللواء محمد عرفان جمال الدين ثم يقيل يقيل عرفان بالمخالفة للدستور ويعين من بعده اللواء شريف سيف الدين الرئيس الحالي الهيئة ويعين للمفارقة اللواء هيتلر تنتاوي المتهم بالفساد في منصب رئيس المخابرات العامة ثم أقاله بعد كده إذن مش جديدة ان هيئة الرقابة الإدارية يبقى كلها زباط جيش وإلي مسكها زباط جيش الجديد بقى انه قال لي عرفان ده انشور لي نرضي زباط الجيش الكبار عن طريق تعينهم في الشركات سواء قطاع خاص أو قطعم أو أي حاجة ده الجديد في الموضوع طب نخلصنا عليهم وعينناهم انبسطوا ياخدوا بالألاف وعى البنوك وميروحوش نجيب بقى المتقاعدين يبقى كده السيسي أرضى عصابة اللصوص ده غير طبعا اللواءات اللي شغالين رسمي وهم لسه في الجيش اللي مسيطرين فعليا على كل حاجة في مصر زي اللي هو محمد عبد الحي اللي السيسي قال ان عبد الحي ده لو رمش هيكسب ملايين اسمع كده محمد عبد الحي طب تبط كان ببض 14 ألف ومتين جنيف طب يعني البقى يا محمد 14 ألف ومتين جنيف انتو عارفين محمد عبد الحي مش غمد يعني غمد شعراية من جفن يعني في مشروع زي كده يعملوا كل يوم 10 أطنشرة مليون جنيه كل يوم احنا نتكلم على عشرات وقد تصل إلى مئات المليارات من البنوكات في المشاريع دي هنا بقى تستحضرني كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم الحب فوقها ده بطل أهرام هم عارفين انهم كدبين وعارفين ان احنا عارفين انهم كدبين هو كداب وعبد الحي كداب يا طرى بقى السؤال محمد عبد الحي رمش ولا لأ لانه فيه كلام بيتردد فيه الألوقة ان اللوى ده اتقبض عليه وخارج من المؤتمر انا ما عرفش وانه تحقق معاه وكان سؤال السيسي عن المرتب ده كان كده يعني على الهوى هل ده صحيح؟ هل محمد عبد الحي رمش ولا لأ؟ هو ده السؤال المهم قوي حضرات السادة بصرف النظر بقى محمد عبد الحي رمش او مرمشي هم مسكوا بقى مشروع الصوبات والحاجات دي بالمليارات ما نعرفش بقى اذا كان اللي بيتردد فيه أروقة القوات المسلحة حقيه ولا لأ؟ وان محمد عبد الحي ده يا طرى انا بقول مش معلومة هو بقول يا طرى رمش ولا ما رمشي على أي حال احنا معانا اللادي قصص خمس لواءات فعلا رمشوا وغنوا رمش عينه اللي جرحني رمش عينه وغمضوا عنهم كمان اللادي جايين نهدي المصريين نموذج لخمسة من عصابة اللصوص خمسة من اللواءات اللي رمشوا وكسبوا مليين وتربحوا من مناصبهم واغلبهم لم تتم محاسبتهم وتم العفو عنهم باعتباره انه عيل وغلط غلطة واحد من الصحابة صحابة الدجال الكبير عبد الفتاح سيسي هم اللواءات اللي انا هقدمهم لحضراتكم دول دي دول الخمس اللواءات العب بقى كده يا ريس واحدة واحدة ده زعيم اللصوص ودول الخمس لوقات اللي قدامكم دول خاني نبدأ بسعادة اللواء اكرم بدوي اقدم لكم اللواء اكرم بدوي ده وحش كبير حوت كبير قوي قوي الباشا ده يا جماعة اللواء اصيل خدم في اهم سلاح يخص بلحة الحرس الجمهوري وجاية اصلا من المخابرات الحربية اللي خدم فيها سنة السيسي وبعدين تقعد ايام مبارك وتعين في منصب كبير في شركة جنوب الوادي البترول اه وايه بقى اول ما مسك اول ما مسك الشركة بتاعت جنوب الوادي البترول راح معين جوز بنته عينه مدير مبيعات وما كانش بكده لا ما اكتفاش بدا ده اشترى اسطول عربيات ووزعها على قريبه وهاتك يا فساد ورشاوة وعملات واختلاسات تخطط الميت مليون جنيه سكتناش احنا عملنا تحقيقات داخلية اوالله عملنا تحقيقات داخلية جوه الجيش يعني ايه هسات اللي هو ايه هسات اللي هو ميت مليون وراح تعين جوز بنتك وبتاع ما يعني الريحة طلعت الجيش بعد ما عمل التحقيقات الداخلية راح مطارمخ على الموضوع لما جاء السيسي للحب بدل ما يحاكمه عينه في مناصب قيادية في شركات بترول فالرجل سرق ونهب تاني وطلع من غير ما يتحاسب ولا يرجع الفلوس اللي سرقها وهنا بقى في الجراف ده ملخص حكاية اللوى الحوت اكرم بدوي ده في سنة من 2004 ل2007 خدم في الحرس الجمهوري والمخاطر موسيقى 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 في سنة 2010 اتعين اللي هو اكرم مساعد لشركة جنوب الوادي للبترول عين سبعة من قريبو منهم جوز بنته كموديل المبيعات اشترى 14 عربية وزعها على قريبو اتورط سفافات بعملات واختلاصات تخطط المئة مليون جنيه اجبل على الاستقالة بدون محاسبة ولا رد للسرقات لما جاء بقى بلحة في 2014 اعادة تعيينه مساعد لرئيس شركة ايجاس في 2018 تم تكليفه برئاسة شركة سيناء للخدمات البترولية سيسكو ف2020 الحرامي ايده تمد التاني فاقيل من منصبه بعد اختلاص 320 مليون جنيه الراجل لحد اللحظة دي لم يحاسب ولم يرد الاموال المختلسة حتى الان ده واحد من صحابة يعني مسيلمة الكذاب ده اللي هو اكرم اكرم بدوي اما الضبورة التانية اللي معانا النهاردة اللي بتقول عنه المصادر الصحفية انه قريب من السيسي وتحديدا والدته تبقى بنت خالد ام السيسي حاجة كده يعني عشان ما ناس هيخشونا ناس الله يقولك لا ده تبقى بنت عمته لا ده بنت عم مش عارف مين المهم انه قريب العيلة الفاسدة دي اللي هو اللي جاي اكرم برضو اكرم مش بدوي اكرم محمد عبدالرحمن امين النشار اللي هو ده ايه ما ليه نا هنجيب حاجة من برا الجيش ده يا استاذ ابراهيم يريت مصر كلها زي الجيش الباشا لانه بينتامي للعيلة السرقة مش العيلة الملكة فهو من اهل السقة عينه اول ما جاه في الشؤون المالية للجيش تخيل انت مغارة علي بابا بعد كده مسكه مدير مالي لسندوق تحيا مصر فالباشا مد ايده على اثنين وتمانين مليون جنيه فقالوله كده عين ورقوه من عميد للواء وعينه مستشار استراتيجي لوزير التعليم لكن معلش المثل بيقول يموت الزمار وإيده بتلعب صح والحرامي برضو بيموت وإيده بتلعب لما عينه مستشار استراتيجي لوزير التعليم سرق تاني فقاله يا دمش قلنا لك عيب قبل كده حتى الان لم يحاسب اللواء اكرم محمد عبد الرحمن امين النشار ألخص لك أهم في سنة 2014 لما جاس سيسي تعين عميد بهية الشؤون المالية بالقوات المسلحة في سنة 2015 عينه مدير مالي للسندوق تحيا مصر النهيبة الكبيرة في سنة 2016 اختلس اثنين وتمانين مليون جنيه تبرع شركة فنار للسندوق في سنة 2016 تم انهاء عمله بالسندوق وإعاداته للشؤون المالية بالجيش في سنة 2018 تم ترقيته لمنصب لواء بيتكافئ بقى ف2018 تم انتدابه كمستشار وزير للتعليم بالشؤون الاستراتيجي أي كلام بس المهم المرتب يطع البنك في 2021 زهق من القاعدة فقدم استقالته بعد شبهات فساد بمدارس النيل يتداول ان والدته هي ابنة خالد والدة السيسي الناس بتقول كده لم يتم محاسبته على فساده حتى الآن لواء اكرم محمد عبد الرحمن امين النشار ودي صورة قرار السيسي بنادب اللواء النشار مستشارا لوزير التعليم دي الصورة بتاعته قرار وزاري وزير التربية والتعليم الفني الى اخره يعار السيد اللواء مستدعى مستدعى دي يعني من الشؤون المالية اكرم محمد عبد الرحمن امين هيئة الشؤون المالية مش عارفينه مساعدا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني للشؤون المالية والادارية لمدة سنة وعلى موافقة السيد اللواء امين عام مزارة الدفاع المؤرخة في عشرين اتنين الفين وطمانتاشر ده حضرات القرار بعدها اكرم ما صبرش على الكلام ده ومشي وزهق من حكاية مستشار وزير التعليم دي فخضرج الخبر ده اكرم يغادر الثانية في 24 ساعة مستشار وزير التعليم يغادر منصبه وشوقي بيقول ده شأن داخلي ده كان في اكتوبر 2018 والتفاصيل عندك ابقى اراها اراها يمكن تنفعكم واعلنوا ده هو وفق ما اعلنوا عبر صفحيته الشخصية على الفيسبوك امس سلساء ورفض الدكتور طارق شوقي حرام الساعات على انباء اعتذار اتنين من مستشاريه عن مناصب مؤكد هذا الشائل داخل الوزارة ولن يفيد احد الاطلاع عليه كده معانا اكرم بدوي واكرم عبد الرحمن نشار الدبورة التالتة معانا النهاردة هو اللواء اركان حرم احمد نجيب شرف ودي صورته حبيبي حاب ايه يا ولده ايه يا ولد الجو بحرية صح بحرية بحرية صح بحرية ده بقى لترى ما لابس الابيض فابيض يبقى من ملايكة البحرية اوكي ده بقى كان حاجة كبيرة قوي سوري ده جوية انا اسم ده جوية ده كان حاجة كبيرة قوي كان مساعد قائد القوات الجوية تقاعد يقعد كده يا ربي كتاكيد في البلكونة بتاع البيت وقعد في الشمس مش معقول رجالتنا مسكوه مواني برسعيد سرق نهب صمصر بس المراضي اللي الأمانة أبضوا عليه عشان يلمعه مصطفى السيسي ابن عبد الفتاح السيسي المحروس البنبينو الصغير لأنه كان راح الرقابة الإدارية فأول ما راح الرقابة الإدارية قفش الجدع ده المهم تحاكم اللي هو ده والطص خمس سنين لكن إذا كان هانم هانا اتحبس في سجن حلو هنحبس النوز ده في حتة وحشة مش معقول ماكملش منهم في السجن كام شهر وكانوا أخذ عفو رئاسي أقدم لكم اللي هو أحمد نجيب شرف اللي هو بحري بحري أنا آسف في شتيران هو بحري فعلا اللي هو بحري أركان حرب أحمد نجيب شرف 2012 شغل منصب مساعدة قوات البحرية مش الجوية أنا آسف 2012-2014 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني بورسعيد 2014 تمر قبض علي من الرقابة الإدارية لمخالفات مالية 2014 القبض جاء في إطار حملة لتلميع دور مصطفى السيسي اختلس ألاف الدولارات ورشا وسيارات وأراضي في 2016 التص حكمه خمس سنين سجل في 2017 بعد سنة اوف رجع عنه بعفو رئاسي بعد أقل من عام ليه كده يا اسموه يا هو؟ أحمد نجيب ليه كده يا أحمد؟ دخلت بحرية والبست عشان كده طلع الخبر ده عشان يقولك إن الرقابة الإدارية شغالة فطلع الخبر ده القبض على رئيس هيئة مواني بورسعيد متلبسا في قضية رشو وطبعا طلعت اسم الرقابة الإدارية لأن كان مصطفى السيسي ليس رايح؟ أهو قال مصدر أمني بمحافظ بورسعيد أن إدارة الرقابة الإدارية تمكنت من القاءة القبض على اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة مواني بورسعيد متلبسا في قضية رشوة لتسهيد تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف القانون وتباشر بص بقى وأوضح المصدر الأمني أن معلومات وصلت إلى قسم الرقابة الإدارية كان مصطفى السيسي بقى مسك فعايزين نلمع مصطفى ونقول إذا كان قال له يا شاري الخنزير قال له بألف قال له ابنه قال له بألفين قال له ليه قال له خنزير من ظهر خنزير فإذا كان أبوه صادق أوي وشريف أوي وآمين أوي فما بالك بابنه بقى فحنا عايزين نلمع مصطفى في قضية وقضية حلوة قال له طب بالحرامية كتير يا مصطفى إنما جات في أحمد نجيب الضبورة الرابعة معانا للادي هو سيادة اللواء علاء الدين فاهمي وده بقى قصة كبيرة أوي ده كان ماسك مدير الكليا الفانية العسكرية اللي بيعلم الزباط الصغيرين الشرف والأمانة ولما تقاعد عينه السيسي في مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي حاجة حلوة هي بس الظهر ساعدة اللواء ما لقاش فيها مصطحة طرية فطلب نقله الشركة تانية الشركة القبضة للصناعات الغذائية وهناك عمل سبوبة عنب لوز العنب وسرق ما يقرب من حوالي 220 مليون جنيه للأمانة عشان بس أقوله ليه أقوله عليها سيسي زعي القوي زعي القوي وتأثر وحاكمه والطص الباشا ده حوالي 10 سنين سجن لكن هتعمل ايه في قلبي السيسي الخصايا عافى عنه بعد كم شهر أعرفكم سيادة اللواء علاء الدين فاهمي اهو في 2011-2013 كان مدير الكلية الفنية العسكرية بيعلمهم الشرف والأمانة كان عدو مجلس إدارة السابق في الشركة المصري لمدينة الانتاج الإعلامي في 2017-2018 رئيس الشركة القبضة للصناعات الغذائية اتورد في فساد ورشاوة تخطط 220 مليون جنيه في 2019 اتحكم عليه ب10 سنين سجن في 2020 بعد 7 شهور خرج بعفو الياسي الجيش وإحنا عندنا غير الجيش نشوف اللواء علاء فاهمي كده ورنا سيادة اللواء علاء الدين فاهمي أخبار عنوى الديني خبر كده عن القبض والعفو والحاجات دي نشر أسماء أعضاء مجلس دات الشركة القبضة للصناعات الغذائية اللواء علاء الدين فاهمي رئيس مجلس الإدارة ما ليه إقالة العدوين التجاري والمالي بشركة الأهرام من المجمعات الاستهلاكية الدكتور علاء فاهمي رئيس الشركة وأكد مصدر المجتمعش عارفية أنه تم القبض على رئيس الشركة القبضة عاجل القبض على أربع مسؤولين بالتموين لتلقي رشوة باتنين مليون جنيه هتلاقي منهم علاء فاهمي اللي بعده السجن المشدد عشر سنوات لرئيس القبضة الغذائية السابق في رشوة التموين حل؟ اللي بعده عافوا رئاسي عن 3,171 سجين من محكومة عليهم في قدامة تنوعة خش في تفاصيل الخبر ده هتلاقي اسم اللواء علاء الدين فاهمي ما قعدش سبع والله ما قعد سبع شهور والله يقعد سبع معلش يعني قدام الناس كده آخر حاجة بقى روح للضبورة الأخيرة صديق السيسي اللي هو إيهاب شومان اللي دي صورته آه حبيب قلبي حبيب والله انت أمر أمر اللي هو إيهاب شومان ده سرق اختلس وهو في الخدمة ولأنه صديق الباشا كبير طلع تقاعد من غير ما يتحاسب تحاسب إزاي؟ مش بس كده ده مسكه فندق تريانف بعدما صاحبه التاني شريف صلاح الدين اللي تبنى له الفندق بتاع ده التجمع الخامس راح ممسك ده الفندق تريانف والحمد لله الراجل أثبت كفاءة وفشل ونسبة إشغال الفندق ما كملتش ثلاثة في المية أم إيه؟ أم السيسي أبو قلب خصايا إداله فرصة تانية ومسكه لمؤاخذة حتة أحلى شركة مارسة علم السياحية جابها جابها الأرض في أقل من سنة خصارها متين في المية والحد للوقت البهشة لا بيتحاسب والحد يقدر إيه جنبه لأنه صديق الحرامي الكبير أقدم لك اللواء إيهاب شومان آهو آه شوفوا الدحكة الحلوة متهم بقضايا فساد واختلاص أثناء خدمته بالقوات المسلحة تم أحالته للتقاعد دون مسألة لصدقته بالسيسي في سنة 2020 عينة مديرا لفندق تريانف خلفا للواء شريف صلاح الدين بعدما شريف صلاح الدين بقى خلص الفندق بتاعه بثنين مليار الفندق بتاعت الريانف حق خسائر ضخمة ولم تزد نسبة إشغال غرفه الغرب بتاعته عن ثلاثة في المية في سنة 2021 نتعين عدو في مجلس دارة شركة مرسى علم للسياحة الشركة جات الأرض ميتين في المية خسائر عقب تولي ولم تتم محاسبته هنحاسب مين يا بوي دول خمس قصص حزينة قوي لخمس دبابير كبار معقل النزاهة والوطنية في عهد السيسي قولوا لأن ريحتهم فاحت كانوا فضلوا في مناصبه بعادي جدا لأنه محدش بيتحاسب أو بيتجاب سيرته إلا لو الزيتة ضدت عليه أو ريحت طلعت من الإعلام الحر اللي تكلم عنه زي ما حصل في قصة رئيس النهابة اللي إحنا كنا أول ناس نزيعها بفضل طبعا يعني السابق مش لينا بس في ناس كتبت وإحنا خدنا اللي كتبته الناس وكنا أول ناس تزيعوا أول وسيلة إعلام كبيرة تزيعوا بعد ما كان بوست اللي أظن الصحفي الشاكل اسمه محمد سعد حاجة خطاب تقريبا وناس تانية خدنا البوست ده وحقنا فيه وزيعنا مبارح بعد ما زيعنا مبارح الدنيا كلها والميديا كلها بتزيعوا أفكرك بالفيديو ده بتاع مبارح كتبين عنها ناس قليلين قوي ما حدش عرف أنا حاجة ولا تنشرت في المواقع بتاعت السيسي استخبت كده ده ككيني لحد ما ناس بسيطة كتبت عنها هي وقعت انتحار رئيس نيابة اسمه أيمن سمير لأينا كده كم حد كاتب عنها كده زي الصحفي محمد سعد خطاب تقريبا وناس تانية يعني أو أمس السبت في مطار القاهرة وعلى متن الطاهرة تم إلقاء القبض على رئيس نيابة بإدارة النيابات بمكتب النياب العام يودع أيمن سمير لاستيلائه على 9 مليون جنيه خاصة بمستخلصات وأعمال شراء للنيابة العامة وتلقيه رشا ومن المقاول وقد انتحر بإلقاء نفسه في بحو مبنى النيابة العامة ممكن يكون الصحفي ده مثلا وقلنا عشان الأمانة ممكن يكون الصحفي ده بيألف بيبدع عشان لأمانة أمانة المعلومة لكن تاني يوم كل الميديا بقت تتكلم عن انتحار رئيس النيابة أيمن سمير النهاردة كل وسائل الإعلام بتتكلم عن انتحار رئيس النيابة أيمن سمير يبقى السبق للناس اللي كتبت عنه وهيكت ناس قليلة أوي اثنين أو ثلاثة وإحنا اللي نشرناه هنا النهاردة كله بيتكلم عن انتحار رئيس النيابة اللي أخذ رشوة 9 مليون الخلاصة يا حضرات كله يتكلم خلاص قضيته بقى التفاصيل الكاملة الانتحار رئيس النيابة بعد القبض عليه بسبب الترب ده اللي قلناه مبارح وده اللي نشرناه مبارح النهاردة بيتنشر عادي جدا في الجرايد لأنه خلاص الريحة طلعت وتفضح الخلاصة في دولة السيسي ممكن تسرق أو زي ما قال الأستاذ جلال أمين كان الفساد في عصر السادات ارجع المقالات في المصر ليهم ما ترجع ليش أنا جلال أحمد أمين ابن الكاتب الإسلامي الكبير أحمد أمين كتب حوالي تسع مقالات تقريبا الفساد كان في عصر السادات مهرجانا كبيرا ثم تحول في عصر مبارك إلى جزء من النظام أنا محمد ناصر بقولك فأصبح في عصر السيسي الفساد هو النظام كله وبيقول الدكتور جلال أمين أن الدولة الرخوة مش الدولة الطريقة الدولة الطريقة هي التي لا تستطيع أن تقف أمام الفساد هاتلي جهاز واحد بس يقدر يحاسب حد في البلد دي رئيس هيئة الرقابة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلى جهاز رقابي في مصر المستشار الجليل هشام جنينة اتمسح بكرامته الأرض وطلعوا بلطغية ضربوه ثم تسجن بعد حوار صحفي لأنه كشف أن حجم الفساد من عام 14 بالمليارات لمجرد أنه طلع في أحد الجرائد قال لدي أو تحت إيدي مستندات تؤكد أن الفساد في مصر من سنة 14 بالمليارات طلعوا بلطغية ضربته في الشارع بهدلوه ثم عمل حوار صحفي ثم عمل حوار صحفي ودي شغلوه جهاز المركزي في مصر شغلته إيه؟ غير أنه أعلى جهاز رقابي زي الرقابة الإدرائية الرجل لم يتهم أسماء بعينها إنه مقال الفساد من 14 من سنة 14 بالمليارات في مصر بالمليارات طلعوا له ناس بلطغية ضربوه في الشارع ولبسوه قضية وتسجن وقعد في السجن فترة وخرج قعد عادي في دورة السيسي ممكن تسرق ممكن تنهب تبيعي التاريخ والجغرافيا عادي جدا محدش هيحاسبك محدش هيجي جنبك طول ما انت من أهل الحزب الحاكم حزب الضبورة والنصر والكاب أشوفك بعد الفاصل الحقيقة إنه في ناس بعتها بتقول لي هي الناس دي إزاي بتقبل على نفسها الحرام وبيأكلوا عادي وعيشوا عادي عادي جدا تم السيسي قابع نفسه أن يأكل بلد كاملة هم أهل السيسي وإخوات السيسي والمناصب اللي أهل السيسي عملوها دي دي إحنا صافي وهبة بس وده مش ضابط جيش صافي وهبة بس فتحنا لكم ملف بتاعه على فكرة أنا بجد والله يقول أنا مفيش وقت أنا في كمية ناس بعتالي ملفات فساد داخل مصر وقريبة من السيسي لا تتخيلوها بس والله ما فيه وقت يعني كل ما أفتح في ملف وملف بالأخبار وبالوسائق الفساد هو النظام دلوقتي كان جزء من نظام مبارك كان مهرجان في عص السادات دلوقتي هو النظام كله شاور كده بيدك على أي حال إحنا كان لنا سابقه في حكاية أيمن سامير دي وزي ما كان لنا سابقه في نشر قصة فساد وانتحار رئيس النيابة أيمن سامير كمان كنا من قوائل الناس اللي تكلمت عن موضوع حمى الضنج دي اللي كانت الحكومة مش عايزة تعتارد بيها لو انتوا فاكرين لو انتوا فاكرين يومها الأخ خلع بغفار العايق الفايق نزل راح جنة ورجع قال مفيش أي حاجة مفيش حاجة دي برد عادي ودنيا عملنا لكم هنا فقرة وجبنا الدكتور صدفنا الدكتور مصطفى جويش اللي احنا بنحيي على الهواء دلوقتي وشرح لنا وشرح لناس الحكاية تخيل ان النهاردة عوض تاج الدين أولا الدولة اعترفت ان فيه مشكلة ده أولا بعد ما ترمخت اعترفت ان فيه مشكلة النهاردة عوض تاج الدين اللي كان وزير صحة واللي دلوقتي بيشغل مستشار السيسي طلع يعترف وقال نفس كلام اللي قاله الدكتور مصطفى جويش احنا عملنا لكم من درنامج مصر النهاردة ومن كلام عوض تاج الدين اسمع انك لازم تكافح النموس وتتعامل معها المكافحة عن طريق مبيدات الحشرات المكافحة عن طريق انك تتخلص من اماكن تجمع المياه الراكدة الحاجة التانية ما نجمعش مياه كثيرة في البيت ونسيبها مكشوفة الحاجة التالتة احنا عارفين ان فيه نموس ومن زمان معروف التعامل مع نموس لا ممكن تحط نموسية او ممكن تحط السدائر على الشبابيك والابواب عشان نقدر نقلل من دخول نموس اما نغطي المسطحات المائية بمادة زيتية تمنع تقصر الراقات او نحاول نرش مبيدات في الشوارع او الوسائل الميكانيكية زي سلك على الشبابيك او النموسية نفسكم مطويل ندي كريمات طريضة للحشرات اللي هي الوقاية الشخصية او الوقاية العامة او تطهير البيئة بصورة عامة بكده او خزانة المياه طبعا نيتم بقى جدا او اي تجمع مياه ان شاء الله حتى يكون قليل البعود هتقصر فيه انا هسألك انت كمشاهد زكي مش مغفل يعني معلش شهات الفيديوين انا ولا تكشي لهم يا عام اسيب لك الانتاق وامشي استخرج الفرق بين الكلامين بين كلام عوض تاجي الدين وبين الدكتور مصطفى الجويش انت مش مشاهد زكي في فرق بين الكلامين على فكرة كلام عوض تاجي الدين ده مبارح كلام الدكتور مصطفى الجويش معانا اول مبارح لما الحكومة ترمخت وقتنا فيش حاجة بس فيه فرق بين كلام الدكتور عوض وفيه فرق بين كلام الدكتور مصطفى الجويش استخرج الفرق لو طلعت الفرق اديك اللي انت عايزه يلا بقى وريني انا فاتح اهو فاتح الواتس الاصدقائي وفاتح كل حاجة كل الوسائل موجودة اللي طلع للفرق هاديله شوكولاتوية فرق بين كلام عوض تاجي الدين وكلام الدكتور مصطفى الجويش اللي طلع الفرق هااا ماقدرش اقول اسمه على الهواء بس انا مستني اهو الواتس مفتوح كل وسائل اتصال مفتوحة قدام حضراتكم وانا هعدي وهارجع تاني اه والنبي ابيب وفكرني ارجع تاني الفرق اهو عشان بس ما ننساش واسرح وبتاع فيه فرق في الفيديو ده بين كلام عوض تاجي الدين وكلام الدكتور مصطفى اه جويش اه حد بيقول لي معلش هات الفيديوين تاني اوكي انا اه نزولا على رغبة الاصدقاء اهو نجيبهم تاني استنى 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 قبل نجيبهم تاني في حد بيقول لي الفرق لا لا ما شهو ده الفرق ومش هزار فرق بجد فين فين الفرق يلا هنقرضهم للمرة الاخيرة مرة تانية يلا بيتفضل انك لازم تكافح النموس وتتعامل معها المكافحة عن طريق مبيدات الحشرات المكافحة عن طريق انك تتخلص من اماكن تجمع المياه الراكدة الحاجة التانية ما نجمعش مياه كثيرة في البيت ونسيبها مكشوفة الحاجة التالتة احنا عارفين ان فيه نموس ومن زمان معروف التعامل مع نموس انها ممكن تحط نموسية او ممكن تحط الستائر على الشبابيك والبواب عشان نقدر نقلل من دخول النموس اما نغطي المسطحات المائية ممادة زيتية تمنع تقاسر الراقات او نحاول نرش مبيدات في الشوارع او الوسائل الميكانيكية زي سلك على الشبابيك او النموسية نفسكم مطويل مدين كريمات طريضة للحشرات اللي هي الوقاية الشخصية او الوقاية العامة او تطهير البيئة بصورة عامة او تطهير البيئة طبعا نيتمي بقى جدا او اي تجمع ماء ان شاء الله حتى يكون قليل البعض هتقصر فيه بقى ده الوسائل الوقاية لكن حضرت الكنترول عارف الفرق الكلامينتين بين الاتنين صفر الكنترول صفر حد عارف الفرق هنا لا لا ومش هزار مش ده شعر وده مش عارف ايه ده زعلان وده لا لا فيه فرق مهم قوي بين كلمين الحقيقة الفرق في المحتوى مش في الشكل طبعا مع احترامنا وتقدرنا الدكتور مصطفى جويش والدكتور عوض تاج الدين وكلاهما طبيب يعني ومحترم لكن كلام فيه فرق مهم قوي ويفرق ما بين مسؤول وبين شخص حر دكتور مصطفى جويش شخص حر ففيه فرق في كلامه على اي حال كنا صاحب اصحاب السافقة في القصة دي وعشان محدش هيطلع الفرق لا انا هقولك يا سلام عليك لا قربت شوي قربت شوي حد قرب شوي بس يعني انا هقولك الفرق ايه الفرق الاتنين قالوا غطي اي مصطلحات ما ايه الاتنين قالوا رش مبيدات حشرية الاتنين قالوا حط سلك على الشباك لكن دكتور مصطفى جويش قال حاجة مهمة جدا قال الحكومة ترش مبيدات في الشوارع عوض تاج الدين ما قالش كده عوض تاج الدين كان يهمه قوي يرمي على المسئولية على المواطن انت رئيس جمهورية نفسك حلها مع نفسك بص غطي المسطحات ما فيش مية اعمل سباك حديد ستاير مش عارف عاملة ازاي احمي نفسك ما تقرف ماش دكتور مصطفى جويش قال لا الحكومة ترش مبيدات في الشوارع ده الفرق عوض تاج الدين عارف انه ده هيرمي كده لو قال الجملة دي هيرمي المسئولية على البلدية المحافظة يعني الحكومة لكن كمسئول لا انت تطلع تلبس المواطن بس المواطن يحمي نفسه بنفسه ما تقرفش الحكومة معاك دكتور مصطفى جويش فكرنا بايام ما كانت الحكومة تنزل حتى في الشريهات في المصايف ينزلوا الساعة قبل المغرب كده او بعد العصر ويدوروا يدوروا الشوارع كلها دخان عشان يقتل النموس دي مسئولية الحكومة مش مسئولية المواطن بس وده الفرق ما بين كلام مصطفى دكتور مصطفى جويش كشخص خبير في الوبائيات وبيقول ما على المواطن وما على الحكومة وفرق ما بين عوض تاج الدين اللي عايز يحمل المسئولية كلها للشعب ده الفرق البلد كلها الحقيقة يا حضرات على مدار الهيام اللي فاتت كانت بتسأل سؤال عن المرض الغامض ولغاية اول مبارح وزارة الصحة بتشغل الناس بتقول الناس ما فيش حاجة اسمها حم الدنك منتشرة ولا حاجة رغم الاصابات اهو سي ان ان بالعربي الاصابات غامضة في صعيد مصر ونائب برلماني وزير الصحة اكد انها ليست حم الدنك كداب الكداب ورغم انتشار المرض وظهور عدد من المصابين برضه اه بعد زهرة بقرة اشتباه في ميت مصاب حم الدنك اجراءات عاجلة في قنة بص على الصورة هتلاقي في الصورة الناس بيرشوا الترع دي مسؤولة الحكومة مش مسؤولة المواطن بس طب انا كمواطن هغطي الطبق اللي فيه مية انا كمواطن هحط الاسمه ايه النموسية دي ايه تب والمسطحات المائلة اللي برا في الشارع مين اللي هيغطيها انا كمواطن ايه دكتور عوض ما تقعد عدل وتتكلم كويس يعني ايه 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 فيه حاجات في الشارع فيه زبالة في الشارع فيه مسطحات كبيرة في الشوارع انا هعمل فيها ايه انا وهتعمل ايه النموسية السلك دي لكن فجأة طلعت وزارة الصحة تقولك اه تصدق احنا نسيدي فيه حمى الضنك منتشرة فعلا هاتلي كده بقى والنبي الخبر ده النهاردة الكلام ده وزارة الصحة تعلن ايجابية تحليل بعض العينات لمرضى حمى الضنك الحمى المؤلمة للأزام ناتجة عن لسعاد بعود الزاعجة المصرية التي تنقل عدوى في نجا نجا سندل اتبع القرية العلاقات يا راجل يا راجل احلب بالله احلب بالله اخيرا اما للسيد وزير الصحة اللي راح هناك وطلع قال مفيش حاجة ده ايه ما اتطلع للا اتنين كده يا بيزو طلق ايوة السيد وزير الصحة العيق الفايق ضرب له التيشرت هناك وقال لك لا هي مش حمى الضنك وزير الصحة اكد انها ليست حمى الضنك عرفت منين انا يومها بالليل كنت مع الدكتور مصطفى جويس وقلنا كده عرف منين وحتى الدكتور مصطفى سأل قاله وعرف منين هو مين اللي راح معاه مين اللي راح معاه ده راح لوحده كده مساء الخير يا جماعة ايه ده لا ده شواتبار ده ايه ده شواتبار ما فيش حمى الضنك النهاردة وزير الصحة بتعترف انه فيه شوف الفرق مش بس كده ده مدى مصر مدى مصر نقلت عن الناس في اينة ان المرض بينتشر او منتشر من مايو اللي فات وما حد استسأل فيهم ولا فيه امكانيات ولا كادر طبي في الوحارة الصحية ولا اي حاج بعد عنان انتشار الدنك اهالي نجع سندل لا توجد اجراءات احترازية هو مش الوزير العائل فايق راح لكم وقال ما فيش حمى نجيب ليه بقى نجيب ليه هم السيد عوض تاج الدين طلع قال احط نموسية غطي المساطعات المئلة في بيتك وخلاص اكوه ده مش بارس كده ده وزير الصحة وعوض تاج الدين لسه مسكين في استوانة ده مرض خفيف وبعدين عوض بقى زود من نفسه وقال لك ده فيه مية دولة عندهم ده اخاف من ناس البرد وزير الصحة عن انتشار حمى الدنك بقنى لا تسبب الوفاة واعرضها اخاف من دور البرد والنبي لا الدكتور مصطفى جويش انا مصدقوا بقى مصدقوا قال فيه نوعين منها نوع بيعمل تكسير الصفائح الدموية انا فاكر الكلام ده والنوع تاني اللي هو بيعمل السخونة والحاجات دي وواجع البط ده اللي بيقعد من عشر من سبوع لعشر تيام لكن ممكن يتحول لنوع وقال الحكاية دي حسب سبعتاشر راح الدكتور عوض تاج الدين بقى مزود عالطابلة وقال لك ما تزعالش ده منتشر في مية دولة اهو عوض تاج الدين قالك ده منتشر في مية دولة يعني في دول كتير قوي يعني دول كتير قوي عندها نفس القصة دي وما فيش اي حاجة طيب ليه بقى ليه كده يا بيبو بتعمل ليه كده لماذا يا هذا قلت الكلام ده ليه بقى بص على بص على عندك يا دكتور عوض هو ده يعني منتشر في مية دولة فعادي يعني بقولك من مايو اللي فات منتشر في مصر ليه بقى بيقول كده الدكتور عوض وليه بقى بيقول كده وزير الصحة عشان الخبر ده في مصراوية هو استشاري بطنة من المستبعد انتاج لقاحات للوقاية من حمى الدنك في الفئلة وطرحها ليه ما عندناش ما عندناش عرفت ليه بقى عوض تاج الدين بيقولك ان في مية دولة عرفت ليه بيقولك حطنا مساهم تقرفناش تم ما تطلع العربات ترش لما عرفت ليه وزير الصحة بيقولك انه هو اخاف من الفلونزا عشان مش هيعمله اي حاجة بص بقى الخبر ده في الاهرام تلاتة مليون حالة الصحة العالمية انتشار كبير لحمى الدنك في الامريكاتين منذ بداية العام شوفوا الأخبار انا بجيبلك انت تقعد في مصر النهاردة تقعد كده زي الباشا واحنا نجيبلك الليلة كلها على بعضها عرفت ليه فيه فرق بين كلام الدكتور مصطفى جويش وكلام عوض تاج الدين لان عوض تاج الدين عارف ان دي لحكومة لا هترش ولا هتطلع العربات ترش زي زمان انا فيها كان من الزمان قوي يعني قسما بالله في المصايف كانت تطلع العربيات ترش دخان قبل بعد العصر بشوه قبل المغرب لان الحكومة عليها مسؤولة كبيرة انا كمواطن تبخرج زي من البيت تم ما انا ممكن تلدع برا البيت هو اللدع ان موسى يعني ما بتتكيفش وتلدعني غير في البيت لا انا وانا طلع برا عايل صغير بتاعها راح تلدعها فالدولة عليها لكن هو مش عايز بقى لا الدولة هترش ولا عايزة ترش ولا عايزة تحمل مسؤولية ولا عندها تعمل اسمو ايه الفاكسين دا ولا اسمو ايه ولا يا حاج وان يطلع عوض تديني لك ايه لا يا عمي دي منتشرة والله العظيم وعشان يعني عادي يعني نطلع عادي والروح عادي تبقى ما اللي هو الخبر المهم الروس اصحابنا اللي هما حكتين في حاجة واحدة معانا الروس فرضوا اجراءات على اللي جايين من مصر في المطارات ليه خذ الخبر روسيا تفرض اجراءات صحية مشددة على الرحالات من مصر بعد المرض الغامض ايه دكتور عوض ده روسيا بتفرض اجراءات على اللي جايين من مصر عشان المرض ده وحضرتك طلع تقول الناس لا ده عادي ده اخفر من نازلة البرد والتاني يقول لك ده منتشر في وما يقول لك في الاخر يعني ازبر يعني انت كمواطن تزبر تتحمل اقتصاد واسعار وزبالة ومرض بعد الفضائع دي بمنتهى البجاحة طالع وزير الصحة مع احمد موسى يقول لك حصل في عهد السيسي الصحة اللي ما حصلش من 80 سنة امسك عصابك وحاول تلتزم بأدنى حدود الأدب وانت بتسمع الفيديو ده ما تم في قطاع الصحة في مصر الشلال من 2014 غيرا النهاردة اتصور ان هو ما حصلش من على الاقل 70-80 سنة فياته او انا مش بتكلم على الفترة اللي اللي مابت بيها والله يعني ايام هلا زايد اللي جوزها حرامي اللي حصل في الصحة ما حصلش من 80 سنة من 80 سنة يعني من ايام العاد الملكي يعني عاجل ده عصر المبارك بس قوافل طبية بالهبل كان بتنزل القرى والنجوع ده عربية الرش اللي انا بتكلم عليها دي ما كانش بتنزل غير ايام مبارك شوف الفجر شوف قد بيه فجرة الوزير العيل الفاي اللي انكر ان فيه اي حاجة ونزل جنة وقال مفيش اي حاجة طالع يقولك اللي حصل في الصحة في مصر الله العظيم ما حصل من 80 سنة يا عمي الناس دي حلال فيها قلة الأدب بمناسبة بقى مدحف التحديات اللي تكلم عنه نشأة ديه في مقاله او الامبارح بمناسبة دي احمد موسى مين في مصر النهار ده بتقطعش عليك الكهرباء بالساعات في عز الحر والجيال اللي احنا فيها دي مصر كلها بتتكلم هشتاج اسم قاطع الكهرباء او قاطع النور مصر كلها الحقيقة بتعاني من قاطع الكهرباء على فترات يوميا مصر كلها في كل الاحياء في كل القرى في كل النجوع احمد موسى طالع يا مبارح كنا عرضنا لكم هنا شكاوى وصرخات الناس بسبب الانقطاع الكبير والمتكرر الكهرباء انا عايزك بقى تقعد وتعرف الحدوتة من اول الاخيرة خيال يامل اللي فاتت دي حصل انقطاع للطيار والكهرباء على كل المحافظات الازمة كبيرة والكل اللي حاسس بيها بس اعلام السيسي مش قادر يعني يخبي مش قادر يخبي ايه من الناس عايشة الناس على رأي واحد يوتيوبر قالك احنا زيما نكون واحد جوة تلاجة مسحوبة في شيتها في الكاتمة محدش عارب وعشان الازمة واضحة الحقيقة زي الشمس فاعلام السيسي طالع يتكلم عنها اعلام سامسونج وطالع مين بقى ابو ام السامسونج احمد موسى يسأل هي الكهرباء وتقطع ليه وليه مجلس الازرة مش بطلع بيانه يشرح فيه للناس ويقول الناس ايه السبب اسمعك احمد موسى كده مبارح النهاردة اول مبارح كان يوم اللي فاته في انقطاع كهرباء في مناطق كتيرة اكلمكم على مناطق اتكلم على شروق اتكلم على اكتوبر اتكلم على الهرم اتكلم على محافظات مختلفة ايوة في ادقاهلية اتكلم على الغربية اتكلمكم على محافظات انا طول الوقت رسالة جيلي شكاوى من الناس ايه موضوع الكهرباء امش نحن كنا خلصنا من موضوع ده ايه الحكاية فمجلس الازراء مشكورا مش عيد مش عيد خالص نطلع نقول للناس ليه بيتم تخفيف الأحمال عن بعض المناطق فترات بالساعتين والثلاث ساعات ليه ليه مش ممكن الدولة عندها أسباب خفية مش عايزة تقولها يا أحمد او عندها رؤية مش لكل الناس حاول كده تفهمها كده ايه اللي ورا قطع الكهرباء مش انت اللي قلت كده من كم يوم قلت ان الدولة بيبقى عندها رؤية ما بتقولهاش للناس او أحمد موسى بيقولك أي مشروع بيتعامل في البلد ده رؤية عند الدولة واحنا ما نعرفهاش جاي النهاردة يقول ليه بيحصل في الكهرباء كده بالثلاث ساعات وأكتر في بعض المناطق وطالب مجلس الوزراء ببيان يعني أحمد رد على نفسك بقى لكن هو لا تزعلي عم موسى رئيس الوزراء بذات نفس شخصيته طلع يرد عليك ويقولك ايه سبب انقطع الكهرباء ايه سبب رئيس الوزراء طلع قال بنخفف أحمال بسبب موجة الحر الشديدة اللي في مصر حاليا اهو اهو الراجل بذات نفس شخصيته هو بيقول اهو بسبب موجة الحر وزيادة استهلاك الطاقة ما أدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات حل كمان طلع رئيس الشركة الابضة تقول سبب تاني ان الانقطاع ده مش بسبب تخفيف الأحمال لا ده بسبب أعمال صيانة المحاولات انقطاع الكهرباء سبب وأعمال صيانة للمحاولات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة طيب نعمل ايه بقى في حاجة في الموضوع انا حاسس فيها طلع بقى السبب الحقيقي ان في خطة سرية مهلبية وشك في الحيط وقفاك لها الحكومة عاملها بالاتفاع مع كل شركات الكهرباء في جميع المحافظات وكشفت عن بنودها الشيطانية دي جارت الشروق شف كده جارت الشروق كتبت ايه يكشف تفاصيل انقطاع الطيار في بعض المحافظات ايه بقى التفاصيل ما هي التفاصيل قالت لك ان شركات توزيئة مستوى الجمهورية بدأت امس تنفيذ الخطة السرية تامة بتخفيض الأحمال على الشركات وفقا لمعدل استهلاك احتلت شركة جنوب القهرة لتوزيئ المرتبة الأولى بخفض 300 ميجاوات لفترات تتراوح ما بين 50 ل 60 دقيقة على ان يتم التكرار مرة اخرى اذا دعت الحاجة لتخفيف الأحمال حل وقالت ان الخطة تضمن تخفيف الأحمال على مدار اليوم وفقا لخطة موضوعة لكل محافظة تتضمن فصل الطيار لمدة تراوح من ساعة حتى ساعتين باستثناء المناطق الاستراتيجية زي المستشفيات وقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية زي محطت مياه الشرب والصرف الصحة وغيرها وقال ان فيه اختلاف في معدلات وزمن الانقطاع بين المدن والقرى من 50 ل 60 دقيقة دي في المدن لكن ساعة ونص لحد ثلاث ساعات في القرى مع مراعاة طبيعة الاحتياجات يعني دلوقتي بقى فيه شركة جنوب القاهرة بقى فيه شركة مش عارفين الكهربة احنا لوقتي بنشوف استهلاك الشركات قد ايه ونخفض الاحمال ففي المدن نوقع طيار من 50 ل 60 ساعة يعني ونكرر في اليوم الواحد في القرى والمدن الصغيرة خلالها ثلاث ساعات طب الخطة دي ليه ليه ايه الفكرة فين الخطة برضو كمل واكد ان احنا هنقعد كده لحد نهاية شركة سبعة ليه بقى بهدف توفير الغاز الطبيعي وخفض فطورة المزوت اه يعني مش صيانة ولا حرب ده انتوا عايزين تخفضوا فطورة المزوت وتوفر الغاز الطبيعي وذكر ان الوزارة تستهدف تخفيد استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 25% وده هيوفر كميات من الغاز عشان نصدرها برا ايه رأيك ايه رأيك شفت الخطة بقى اذا لا هي حر شديد زي ما قال مصطفى مدبولي حبيب حماتو ولا هي صيانة محاولات زي ما قال رئيس الشركة القبضة القصة كلها طلعت ان احنا جايين في الشهر ده اللي هو شهر سبعة حيث الولعف مصر عشان نخفض الاستهلاك عشان نوفر غاز طبيعي عشان نصدر غاز طبيعي البرا المصدر المصدر مش عنا بحبت ده الشروع والنبي طلعها تاني يا ميزو عشان ما حدش يقولك محمد ناصر كذاب اهو يا عمي في الشروع وذكر ان الوزارة تستهدف تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة 25% وهو موفر كميات من الغاز لتصديرها للخارج في ظل ارتفاع السقر العالمي مما يوفر عملة للدولة عملة عملة انتو جايين تقولوا للناس الله ام الفين يا عالى يا بيبو فين اللي انا بعتتولك دلوقتي ده ام الفين جيب نجون جيب نجون في مين ام الفين يوم السيسي راح قالك ده احنا جيب نجون في موضوع الغاز وهنبقى مركز اقليمي للطاقة فين الجون الكلام ده كم سنة كم 2018 فاكيني السيسي لما قعد كده واتجصح كده وعمل فيها قعر مجلس وقالك احنا جيبنا جون طلق ان احنا خرمنا نفسنا جيبنا جون في نفسنا حضرتك جاي في شهر سبعة تقطع على الناس الكهرباء بالساعة والساعتين ويتكرر على مدار اليوم عشان تخفض استهلاك الغاز عشان تصدروا برا قم بلجيب نجون في مين في شهر سبعة يا جاحد الناس بتقول انا بتكلم على الناس على السوشيال انا بتفرج على فيديوهات الناس بتحكي انها بتنزل تلاقي الدنيا فرن فرن في الشارع يرجع الى البيت كاتمة لان النور مقطوع وطبعا نور بيتكرر قطعه كتير ده معناه ايه بقى ده معناه بوزان بقى تلاجات على غسالات ماهول الطيار يفصل وبيرجع شوف بقى اللي شغال بالكهرباء ايه موتورات الميا من تحت السلم وانت جاي كده طلع العمارة موتورات كهرباء تفصل وترجع تفصل وترجع باز الموتور خشوا فوق على الشقة التلاجة الغسالة التلفزيون اي حاجة بقى بتجلوب الكهرباء شوف حضرات مش محاول قالك لو خارج من القوضة قيد في النور كل الانسان نقل الاستهلاك في الفترة دي بيساعدنا اكتر نقل الفترات تخفيف الاحمال يا راجل يا راجل والاعمدة اللي في الشارع منورة ليه النهار دي اخبارها ايه ما بتطفوش انتو النور ليه ليه ما بتطفوش اه انا ما جبتش ايه حاجة من عندي خليها خد يا عم اهو خد تفرك لتخفيف الاحمال لتوفير الغاز الطبيعي لتصديره برا عشان يجيب دولارات فحضرتك تتسلق زي البيت كده عشان حكومة السيسي اللي جابت جون عايزة توفر او تبدأ خطة تنفيذ خطة التلاجة الكهرباء حتى نهاية شارج جاري ما يتراوح ملينة ساعة وثلاث ساعات عشان يوفروا غاز يصدروا برا ايه رأيك يا مواطن ايه رأي حضرتك ايه رأي حضرتك وا وا واعمالة الكهرباء تروح تبقى طول النهار والليل شغالة في الشوارع عادي بس انا كمواطن اه اتسلق عادي جدا ويتقال لي اتسل نور وانت خارج من القوضة تب ما تتسل انت النور اللي في الشارع النور اللي منوض ده انا عارض لك دلوقت اهو اتسل نور اللي في الشارع ما انا جيل ده جيل ده اتسل نور اللي في الشارع بدل ما تقول لي وانت خارج من قط النور من القوضة اتسل نور عشان توفر الاحمال تمازلت في النور اللي في الطريق انا بس عندي فيديو اهو النور منور عادي جدا عادي جدا في وسط النهار العادي عدا النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ظهر الشجر عادي جدا النور منور في الشارع عادي جدا المفاجأة الكاريسية كتب عنها نشاطاء كتير منه من ناشط اسم محمد فوزي فؤاد كتبت بص ده بيقولي محمد فوزي فؤاد اهو انا هبعتلك دلوقتي يا علي يا قصدي علي ده علي ده واكل دماغي هبعتلك الفيديو ده قبل ما اعرض محمد فوزي فؤاد اعرض الفيديو ده ونبي اهو اعمدة الشارع اهي منورة زي الحلاوة زي الحلاوة في الشارع زي الحلاوة السمسمية طب واحنا بقى اجدعان احنا ليه ندفل نور من القوضة بقى هندفل نور بتدفل نور انت في الشارع 24 ساعة الانوار منورة اهو اتفرج اهو شوف تلعب فيه شايف النور شايف النور اتفرج شايف النور ودي ودي مش لمبة عادية دي تنور شارع اهي بتنور شارع اهو اتفرج شايف النور مناره ازاي شايف الفرق بين المطفية والمولا عشان ما تقوليش دي المطفية اديك فوشك يا عمي بدل ما تقولي دا دا وفين دا مش في قاريا دا على شط اسكندرية يا شط الهوى روحنا اسكندرية رمانا الهوى دا شط اسكندرية دا دا شط اسكندرية تخيل على شط اسكندرية لا في قوضة ولا في قاريا ولا في حتة سرية مهلبية الاستاذ محمد فوزي بيتكلم على انقطاع الكهرباء بيقولي بقى انقطاع الكهرباء المستمر ليس غرض تخفيف الاحمال بقدر توفير الاموال ما فيش احمال بتضغط على فائد انتاج يقدر ب13 الف ميجاوات فوق حاجتنا من الكهرباء يعني احنا عندنا زيادة زي ما هم قالوا 13 ميجاوات فوق الاحمال دا غير ان تخفيف الحملة على مولادات الكهرباء في ظل دلاجة الحرارة المرتفعة لا يبرر لا يبرر قطاع عدة ساعات مساء الحقيقة الخفية على المواطن ان وزير الكهرباء من كم يوم خرج بتصريح مفاده ان عوائد الوزارة من تصريح تصدير الغاز انخفضت بنسبة 40% يعني هناك عجز في الايرادات المتوقعة يقدر بمليارات الدولارات اضف الى ذلك بيان الحكومة الجزائرية اللي بتقول بان عائدات بيئة الغاز والنفط بلغت 21 مليار دولار في خمس شهور من يناير الى 123 ده في الجزائر وده رقم يسيي اللعاب الحكومة انها تحاول توفر من استهلاك الكهرباء لمزيد من تصدير الغاز وتوفر دعم الغاز والوقود اللي بيتم امداد المحطات بيه لتصديره وتعزيز الاحتياط الدولاري زي ما حصل بقرار توحيد معاد غلق المحل التجارية وعقبه قرار تخفيض اضاءة الشوارع والميادين والاماكن العامة ده بخلاف فوائد واقصات القروض اللي الحكومة اخدتها لانشاء محطات الكهرباء العملاقة واللي مؤخرا تم عرض بعضها للخسخصة لتخفيف اعباء الحكومة المالية والتزاماتها الدولارية الكهرباء مش من الرفاهية خاصة بعد رفع الدعم عن 90% من فواترها ولو الحكومة عايز توفر سيولة دولارية تبحث عن عوائد انتاجية وليس ريعية بلاش نحمل المواطن اخفاقكم والسوق تخططكم وترتيب اولوياتكم لسنوات طويلة انجاز ملف في الكهرباء شيء ملموس ولا احد ينكره لكن ده دورك كحكومة تحقيق راحة المواطن وليس التفضل عليه بالمن والمنح وتقبيل الايد والشوقفة وبعدين ما عليش يعني انت عايز تخفض الكهرباء انت رح تخفض الكهرباء ع الناس وتقطعها ع الناس بالساعات فيه مثل بيقول ينعيش عيشة فل ينموت احنا كل مع بعض حضرتك زي ما بتقطع على المواطن العادي في الجمهورية القديمة يا علي يا بيبو زي ما بتقطع على الله يخليك عنهم اقطع في الجمهورية الجديدة العاصمة الإدارية اللي هي في الصحراء اللي هي فيها حد دي حضرتك منورها ليه انه امبارح واول امبارح زي كده اهو حضرتك منورها ليه ليه بيتخوف العفاريت بيتخزيها من العين تفضل بلأ وصده بالنهار اهو شايف هنا بالنهار 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 اهو نهار وليل وليل ونهار ليلي نهاري فكري بيك مجغول مجغول وحياتي لك وحدك ولك على طول ولسه بتصدق حسود وعزول الاغنية دي جامدة جدا حضرتك ليه ونهار مشغل النور في العاصمة الادارية طب يعني من ناس اولى حضرتك ليه النهار يعرف تاني الفيديو بتاع كورنيش بسندريا كده مشغل اعملة الكورنيش الجنبين الجنبين منورين الشارع الشارع يا بيبو الشارع الجنبين منورين بالنهار وتيجي تقول المواطن اطفي نور القودة وانت ماشي يا راجل يا راجل معقولة عرفتوا بقى الخطة السرية للوزعي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح زي بيقول لأخ محمد فوزي لقى ان الجزائر صدرت في خمس شهور غاز لاوروبا بواحد وعشرين مليار دولار قال له مش احنا اولى بالترلملم ده واحد وعشرين مليار دولار صدرتهم الجزائر كسبتهم من تصدير الغاز لاوروبا في خمس شهور ده الواحد وعشرين مليار دول ينشنشوا الدنيا عندنا طب نجيبهم منين اطفل نور يا ساعت عرفت بقى الخطة لا هي بقى حر زيادة ولا هي اسمه ايه هو اه صيانة محاولات دي الخطة السرية للوزعي عبدالفتاح جار ايه اللي بعدو اه بالنهار بالنهار اه نهار وليل وليل ونهار ليلي نهاري فكري بيك مجغول مجغول وحياتي لك وحدك ولك على طول ولسه بتصدق حسود وعزول الاغنية دي جامدة جدا حضرتك ليل ونهار مشغل النور في العاصمة الادارية طب يعني من ناس اولى حضرتك ليل نهار يعرف تاني الفيديو بتاع كورنيش اسكندرية كده مشغل اعملة الكورنيش الجنبين الجنبين منورين الشارع يا الشارع يا بيبو الشارع الجنبين منورين بالنهار وتيجي تقول المواطن اطفي نور القودة وانت ماشي يا راجل يا راجل معقولة عرفتوا بقى الخطة السرية للوزعي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح زي بيقول الاخ محمد شوزي لقى ان الجزائر صدرت في خمس شهور غاز لاوروبا بواحد وعشرين مليار دولار قال له مش احنا اولى بالترلملم ده واحد وعشرين مليار دولار صدرتهم الجزائر كسبتهم من تصدير الغاز لاوروبا في خمس شهور ده الواحد وعشرين مليار دول ينشنشوا الدنيا عندنا طب نجيبهم منين قطف النور يا ساعت عرفت بقى الخطة لا هي بقى حر زيادة ولا هي اسمه ايه هو صيانة محاولات دي الخطة السرية للوزعي عبدالفتاح جار ايه اللي بعدو اسبوع الرياضة في مصر وبالذات كان فيه ماتش حرسل والاهلي دلوقتي ما عرفش خلص على كام الجماعة اللي جوه دول مش بتوع كورة اصلا معانا جماعة هنا ملهمش في الكورة واللي ملوش في الكورة حالته تحزن مهم يعني ولا دا ولا دا والمصحف والمصحف هوى هوى مضغي الهواء علي حال اه كان فيه ماتش من شوية واحد واحد خلص خلاص لسه ديها سبعة وتمانين وده ماتش اخر ماتش الاهلي هيستلم فيه درع الدوري وخلص الدوري كده على ان الاهلي بطل وانه الحقيقة البرامدس التاني والزمالك التالت الاسبوع دا كان فيه احداث من النار في كورة القدم وانشاغلوا الناس اهلوية وزمالكوية وحتى اللي ملوش انشاغلوا بانتقال لعب الزمالك امام عشور اللي جاي من فريق متلاند الدنماركي الى صفوف النادي الاهلي وطلعت الاخبار رسميا انه امام عشور انتقل الى النادي الاهلي وانبارح كانت الدنيا مقلوبة ومعدولة وكانت حزنة على ناس وكآبة على ناس وفي نفس الوقت كانت فرح لناس تانية فرح للاهلوية انا عايز اقولك انه الاعلان دا اللي نزل مبارح على صفحة الاهلي عمل في ساعات قليلة قليلة ثلاثة مليون بس لو عندنا حد بتاع كورة كان يدخل على الاعلان دا ويشوف وصل كم دلوقتي بس احنا ما عندناش حد بتاع كورة خالص نهائي وانا بالحقيقة استغرب يعني ايه راجل قد الدنيا ملوش في كورة يعني انا ما استغرب الحكاية دي يعني انا بلاقي راجل كده ويقولي اصلا ملوش في كورة يعني ماليك في ايه ولا في اشياء اخرى على فكرة ملوش في كورة ملوش في كورة خالص يعني ده منزوع فاستغرب قوي احد اقوله ده شفت اللي مش عارفوا ليه انا ما بتابعش في كورة ليه ليه طب البنات الستات ما بتابعش في كورة ده طبيعي بعض يعني كتير منهم ما بيتابعوش انما راجل يبقى عريط وطويل كده وبيطلع يقعد على قهوة او بيقعد في نادي او مش عارف بيروح فين او بيروح شغل وتيجي تسأله تقولك لا الحياة ما ليش في الكورة خالص وهم ليهم سامت كده الجماعة اللي ملوش في الكورة تلاقي على وشه كده علامات هي مش رضا ولا غضب بس في حاجة يعني اللي هو عامل كده هذاك بتشجع اي حاجة طب لاش مصر دوليا لا ملوش ويبقى كاسي العالم شغال زي النار وتلاقي لك ايه في البتاعة ده الواحد دماغ وصدع يا عمي انت مش موجود في الحياة انت مش موجود في الكوكب على اي حال ففي الماتش ده هادي صورة هي الاعلان جاب كم بقى لا 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 ده ده كم لا 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 على اليوتيوب جايب 279 ألف لا لا ده كان على صفحة الاهلي جايب حاجة تارتة مليون لحد مبارح مثلا لحد النار ده الصبح كمية شير ومشاهدة فوق التصور على انتقال اللاعب ميتلند والزمالك السابق امام عشور الاهلي النهاردة الاهلي كان بيلعب وخاد الدلع الدوري اه امام عشور كان قاعد في المدرجات بيتفرج زي ما الصورة جاية قدام حضراتكو اهي كان قاعد اه بيتابع الماتش طيب اعلان امام عشور انضمامه للاهلي الدنيا تقلبت وضجت مواقع التواصل ما بين اللي بيتهم امام عشور بانه خاين للزمالك وما بين اللي شمتان انه امام عشور حتى الاهلاوي اللي كان ضد امام عشور وكان كارهه فرحان ان امام عشور راح الاهلي فطلع مستشار موسيقار مستشار انتو بتوع المستشار ليه طلع مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور احمد حساميدو احمد حساميدو شغلته شمشيرجي مرتضى منصور وقال لك احنا عرضنا على امام اكتر خمس مرات خمستاشر مليون جنيه لتجديد عقده وامام رفض طلعوا بقى ايه اه لا ما نعارف والله العظيم انه طيب اعلان الصفقة اثار غضب غضب طبعا رجالك مرتضى منصور هو اثار غضب عشان بس نبقى واضحين الزمالكوية كلهم العقلاء منهم وغير العقلاء العقلاء دول ناس محترمين وانا بتابعهم والله انا بعايز اقول لهم بتابع كتير من اليوتيوبر الزمالكوية اه ناس كلامها حلوة يعني فيه شاب اسمه اسلام وشادي وناس تانية كتير يعني انا بقعد كده بالليل اتابع وجهة نظرهم ناس كلامها كويس يعني ونا يعني ثلاثة خمسة خمسة ستة بكتير قوي لكن فيه هبل بقى فيه هبل وفيه بقى الفتين بقى اللي بيدربوا بقى فتعة الحقيقة كله غضب عيب عليك اهو خمسة خمسة مليون اهو انت بتدور غلط فكويس انك انت دورت صح اخيرا عمل لحد الوقتي خمسة مليون مشاهدة الاعلان بتاع انضمام امام عشور الى فريق نادي الاهلي فالدنيا تقلبت مبارح وناس بدأت تتهم امام بانه خاين لزمالك ناس تانية بدأت تتهم امام بانه الاهلي بانه مش نادي المبادئ ولا حاجة لكن الاعلامي اللي مسمى اعلامي غلط خالد غندور لان دول اللي كانوا وشين ورا مرتضى منصور حتى الان لكن في نمازج تانية زعلانة ودعو حقهم بصراحة لانه امام عشور لاعب بصرف نظر اخلاقه بقى انه هو لاعب كبير وصغير في السن موهوب قوي زي زيزو مثلا يعني واحد من افضل لعيبة مصر هو زيزو بتاع الزمالك انا رأيي الشخصي ده رأيي خصيني انا واحد من افضل اللي بيلعبه كرة في مصر دلوقتي اه زيزو بتاع الزمالك امام عشور لاعب بيسموه مصمار زي وزي مروان عطية زي وزي عمر السلية من اللاعبة اللي تترتكز في خط النص كده فتتطمن عليهم فريزة مالك دلوقتي اصبح مفيش حد غير زيزو بس الامانة واحد ما تفتوح بس بقيت فريزة زمالك ده تسرحه يبيع لب يبيع بطاطا يبيع البتاع الفريزكة بتاعت اسكندرية دي انما مفيش لكن تاريخ انتقال اللاعبة من الاهل للزمالك تاريخ قديم قوي خلينا نشوف كده هم زمالي مالهومش في الكرة الحقيقة يعني ودي مشكلة مأساية يعني طار مين طار ده عم اتربع عاش في بلاد الفرنجة هم بدأوا من رضا عبدالعال رضا عبدالعال ومؤمن زكريا ومجد طلبة ومحمود كهربا ومعتزقين وامام عشور شيكابالا واقع للاهلي وتراجع جمال حمزة لا هو طبعا هو الامانة من زمان جدا فيه لعيبة كتير لعبة الدزوي مثلا لعب في الاهلي والزمالك الجوهري اللي هو كان مدرب منتخب مصر لعب في الاهلي وفي الزمالك فيه ناس كتيره جدا لعبت في الاهلي وفي الزمالك لكن فيه ناس زمالكوية زمالكوية زي حمد أمام وأبوه وابنه حازم ففيه عائلات كده زي عائلة صالح سليم مفيش غير الاهلي بس عائلة صالح سليم في الاهلي وقابلها عائلة امام في الزمالك وفيه طبعا كابتن ياكن وابنه فيه محمد سعيد وابنه جمال حمزة ففيه الحقيقة يعني تاريخ طويل قوي لكن ليه بقى عند بدأت القصة مشكلة عند وهم ما جابوش حسين حسن وابراهيم حسن اتنقلوا من الاهلي للزمالك ليه المشكلة بدأت عند رضا عبدالعال لان رضا من اللاعبة المهارية في تاريخ مصر حريف قوي ورضا لما اتنقل من الاهلي للزمالك اتدفع فيه مليون جنيه انا بقى معاصر الفترة دي كنت ايامها مد من كورة كان ساعتها مليون جنيه دي رقم مهول في تاريخ مصر واتنقل رضا عبدالعال اه عائلات الكرة الاشهر في تاريخ اهو عائلة عمام وعائلة صالح سليم طبعا طبعا يعني عائلات ومحترمين جدا الحياة يعني اتنين وعائلة طبعا ابراهيم يوسف ابراهيم واخوه اه وعائلة بصري عائلة غنيم اللي ابنه كان بلعب وعائلة حمزة وعائلة الجهري دي عائلات وعائلة ياكن طبعا كابتن ياكن الكبير وهشام ابنه عائلة على ابو جريشة عائلة كبيرة جدا في اسماعيلي عائلة عظيمة وإكرامي وابنه وشبير وابنه هكذا يعني مهم يعني على اي حال الدنيا ايمة في مصر والدنيا والع على امام عشور والد امام عشور طلع شكر جماهير الزاق الاهلي على دعمها ومبسوط جدا من انتقال ابنه للاهلي زي ما وكتب كده وقال انا مبسوط جدا ان ابنه تنقل للاهلي طلع كابتن الاهلي عسام الحضري حارس مارمى مصر السابق وحارس مارمى النادي الاهلي طلع وعك الدنيا وطلع يستغل المشهد ويتريع على مبادئ الاهلي فالخبر طلع هو ان عسام الحضري حارس مارمى مصر السابق ومدرب حراس منتخب سوريا يسخر من مبادئ الاهلي بعد التعاقد مع امام عشور طبعا عسام الحضري لازم يعمل كده او طلع كتب مفيش مبادئ ليه بقى عسام الحضري لازم يعمل كده هقولك ليه لانه عسام الحضري اهلا ظهر مولانا الشيخ عسامه لانه عسام الحضري الحقيقة الزملكوية بيقولوا الاهلي الاهلي طبعا الشعار بتاعه الاهلي نادي المبادئ طلعوا الزملكوية وقالك نادي المبادئ من ايه ده إذا أنتم إمام عشور شاتع من عائلة صالح سليم وشتم الأهلي وجمهور الأهلي وضرب وليد سليمان وفي الآخر خدتوا عندكم بينما أنتم عبدالله السعيد ورمضان صبحي وأسام الحضري غلطوا غلطات بسيطة رميتوهم وقلتوا لأهل نادي مبادئ ففيه نادي مبادئ لما أنتم خدتوا إمام عشور أم رد عليهم الأهلوية قالوا لهم لا فيه فارق كبير قوي إيه الفارق قال لك الفارق أكبر فارق يعني أسام الحضري اللي حسد أن أسام الحضري كان حارس مرمى النادي الأهلي وكان جزيل لا يطيق شخص وهو شخص زي أسام الحضري لا يطاق يعني فكان جزيل لا يطيق أسام الحضري هو عايز يمشي كسارة الكابتنة فمرضيش جزيل فهرب أسام الحضري على نادي سويسري اسمه سيون هرب 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 يعني الناس هتصبح كده لقوه راح نادي ده وبعدين ما حصل حاجة بينه فين سيون راح راجع تاني قاله طب هنحقق معك جوال أهلي رجع قعد شوية وراح راجع تاني النادي السويسري وزبط ورقه وبتاعه مش عارفه ومشي فالأهلي قال الفرق إن إمام عشور ملوش علاقة بالأهلي ده كان في النادي الخصم للأهلي فلما يشتم طبيعي يعني هو من نادي الزمالك وبيلعبوا قدام الأهلي وشتم الأهلي طبيعي فكونوا يعتذر ويرجع ونجيبوا ده موضوع تاني بقى الأهلي بيردوا كده لما دخل عصام الحضري بالذات على الخط الجماهير قالت له بلاش إنت بلاش إنت تتكلم على المبادئ عصام لأنك ملت أهو طبعا كنت إن أصاب حضري راجع المبادئ وعند كلمته وما سبش تدريب المنتخب في عشرة جنيه زيادة في سوريا ولا بوز مع أصخر منتخب في كاس العالم عشان فيه سبوب حلوة من حواراتهم والعيب تالفوندو طبعا كدام إن عندهم حق ما ترجعش مش كنت بتعايت عشان ترجع شي مقلت حقه بصراحة لأنه حرقان قوي يعني والله خصراح حتى لوحد يكتب كومنت ورد عليه لوحد زمالكيه قاله جدعي حضري طبعا كده أثبتت إن عندهم حق ما ترجعش مش كنت بتعايت عصام الحضري طلع في برنامج البيت بيتك عايت بالدموع بعد ما راح سيون وفشل أرجعي الأهلي وأرجوكم والناس طلقت تعطفت معاه ومعروف للقاسي والداني إن عصام يبيع أبو عشان دولار زيادة في ظل خناقة انتقال عشور بملايين للأهلي كان فيه بقى سيبك بقى من القصة دي تخيل إمام عشور حرك مصر كلها ومصر كلها خرب الدنيا عليه أهلوية فرحانين به زي ملكوية بيتهموا بالخيانة في ظل القصة دي فيه شاب من سن إمام عشور بس أحسن من إمام بكتير أحسن من إمام لأن الشاب ده واخد جوائز عالمية ورياضي الشاب ده حضرات بطل كبير قوي اضطر يرمي ميدالياته في الزبالة اسمع كده إيه ده في الناس ما زعلان على إمام عشور فيه شاب تاني رمى ميدالياته في الزبالة بطولة العالم في سن إمام عشور تقريبا بس إحنا ملناش حلاقة بالقصة دي إحنا كشعب بنخش المعارك الطريقة إمام عشور هيعمل إيه في الأهلي ما نعرفش هينجع مع الأهلي ولا لا ما نعرفش إمام عشور ما لعبش النادي صليبي ولا لعب لنادي مش عارف عدوه ده لعب للأهلي في مصر بس برضو خاين حلو أنا معاك بس فيه شاب تاني بقى بطل بجد وعنده ميداليا بجد رمى في الزبالة مش هياخد واحد على مليار من اللي بياخدهم إمام عشور اللي مصر كلها بتجري عيد الوقت حاجة تحزن حاجة تحزن ومعركة فشلة ودايما معارك مصر للشعب المصري كده معركة فشلة يا عم ما تسيبه يلعب ما جايز يفشل في الأهلي ما جايز يرجع الزمالك تاني ما جايز بعد الشر عليه يعني يوصاب ما جايز الأهلي ما ياخدش بيه بطولات لا إزاي ده خاين والتانيين يقولك معلش هنشيل المباد على جام عايزينه نكاية في الزمالك وخناقة كبيرة جدا والسل موالعة والشعب موالع بينما فيه رياضي حقيقي حقيقي بطل عالم رمى المدالية في الزبالة ليه لإنه الأمن بيطردوا إحنا معركنا كده تفعى حاجة تحزن الحقيقة الناس يمكن مزعلفش على تيران وصنفير ولا صد النهضة قد ما زعلانين على إمام عشور ولا فرحه قد ما فرحانين بإمام عشور حتى إن بعض الأهلوية لما شافوا إن الزمالكوية متضايقين قوي كده هللوا على إمام عشور اللي هو كان الأهلوي ده بيشتم إمام عشور من شهرين بس واحد قال لك لا 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 ده أنا بعد اللي شفته من حرقان في الزمالكوية لأنه أنا عايز إمام عشور لأنتا كنت بتشتموا ده في ماتش الأهل والزمالك في الدور الأول الودي أحمد عبدالقادر رقد إمام عشور بغرزة جوه منطقة الجزاء قسما بالله أعرف أهلوية هللوا للغرزة دي قال لك أحسن من جول والله العظيم قال لك شوفت نايم إمام عشور إزاي بعد هؤلاء الأهلوية اللي هللوا للغرزة دي ترئيسة دي يعني فالحيين نهار دا إن إمام عشور موجود نفس المقارنة دي بتاعتهم عشور وبطل ضميات ده هي هي هتلاقيها بين نادي المصري البورسعيدي اللي بيعاني بيعاني بسبب نهاية كأس الرابطة وإنه ممنوع عنه الجماهير مجلس إدارة النادي المصري يعرف عن استياءه من قرار رابطة الأندية لكرة القدم بطرح عدد محدود من تذاكر الجماهير وفي نهاية بطولة كأس الرابطة بين المصري وسيراميك كيلوباترا ويؤكد عدم حياد الرابطة التي يفترض أن تكون على مسافة واحدة من جميع بدلا من حياث الرغبات بعض الأندية ومسؤولية دون غيرها في الوقت نفسه الأهلي طالب السعى الكاملة الدهان عرضة قدام حرس الحدود بس ما تتوفقش عليها يعني اللي دخلوا عدد قليل من الناس بس الأهلي طالب فيه أندية مظلومة جدا زي اسماعيلي زي المصري البورسعيدي زي الاتحاد السكندري دي كبيرة جدا زي المينيا بس الأهل والزمالك هم مال على الحجر فيه أبطال كتير جدا زي البطل بتاع دومياد بس إمام عشر هو النجم معاركنا تفهى اللي بعده فيه دلوقتي مشكلة ممكن تقود إلى حرب عالمية في شعر المارس اللي فات المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال للرئيس الروسي في لدامير بوتين إذا اتحرك من موسكو راح أي دولة يتم اعتقاله عارف المذكرة دي صدرت لمين؟ للبشير عمر بشير رئيس سودان السابق صدرت المذكرة دي المذكرة دي صدرت معمر قزافي النهاردة في لدامير بوتين من مارس ممنوع يتحرك من أي دولة لأي دولة في العالم بسبب اتهاموا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ده اللي ذكروا موقع الأمم والتحد المحكمة الدولية الجنائية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي في لدامير بوتين طيب في جنوب أفريقيا في قمة في العالم دلوقتي لدول البريكس اللي منها روسيا وده أكبر تجمع واحد يعني من أهم التجمعات الاقتصادية من سواء العالم زي مثلا الدول السبع زي كده يعني حاجة جمدة أو البريكس دول اللي هي مثلا البرازيل الصين الهند روسيا جنوب أفريقيا دول هيعملوا اجتماع كده في جوانسبرج في جنوب أفريقيا أوكر شهر أغسطس اتوجهت الدعوة بطمئة الحال إلى فلاديمير بوتين هب لقوا أن في مذكرة اعتقال لفلاديمير بوتين يعني بوتين لو طلع من موسكو رايح جنوب أفريقيا بمجرد ما ينزل جوانسبرج على الرئيس جنوب أفريقيا أنه يعتقل فلاديمير بوتين طب ما اعتقلوش مشكلة أول ما ينزل عندك على أرض المطار تبعت العساكب والغفر يعتقلوا فلاديمير بوتين يا سنة سوخة طب ما اعتقلتوش أنت هتبقى متواطق مع مطلوب في الجنائية الدولية طب وبعد ايه هنعمل ايه أم طالع رئيس جنوب أفريقيا اسمه سريل تقريبا يناشر المحكمة الدولية الجنائية بإعفاء بلاده من اعتقال بوتين وطالب المحكمة الجنائية الدولية من إعفاءنا من اعتقال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين خلال استضافة قمة مجموعة البريكس لأنه ده هيشن هيوصل لحد الحرب روسيا سيكريت روسيا مسكريتش طلع المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف قال والله في سماه اللي هيمدي إيده على بوتين هنولع فيه الكريملين تعليقا على مذكرة اعتقال الجميع يدرك ما تعنيه محاولة الاعتداء على رئيس الاتحاد الروسي دم نعمل دلوقتي لو نزل روسيا لو نزل جوانسبرغ على رئيس الاتحاد جنوب أفريقيا انه يقبض عليها طب لو أبض عليه بقت حرب عالميا هي روسيا تسكت بوتين حلها عمل زي المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو وقال لك تب تنزل المراتي قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه محضرش القمة دي خوفا بقى من اعتقاله زي بيقول موقع فرنسا 14 مشانا بوتين لانيحضر قمة البريكس تجنبا لاعتقاله بمجب المذكرة الجنائية الدولية قال لك اهو قاعده شهور يا جداعي السيريل ده قاعد رامبوزا قال لك يعني هيحضر طب هتبض لنا عليه طب هبض عليه ازاي ده الراجل بينه وبينه علاقات قوية جدا بس الكريبلين وعشان منظرهم ما بقاش وحش قدام العالم قال مش هو اللي هيحضر اه بس هيشارك في القمة عن طريق الفيديو كونفرنس نافع اعتبار اعتقال وعلان حرب الكريبلين يؤكد مشاركة بوتين في قمة البريكس عبر الفيديو وبكده نجينا احنا والعالم كله من صراع كنا هندخله انا شخصيا كنت قاعد مستنى المشكلة دي هتوسع على ايه بقى هو لازم يعتقلون بالمناسبة للامانة يعني عمر البشير كان صادر ضد مذكرة اعتقال من نفس المحكمة دي لكنه راح قمة الرياض ارجع بقى كده يا بيبو معايا وركز كده وانصحصح واسيبك من شغل السبح والحاجات دي ارجع بقى معايا كده لعمر البشير كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان دعا دول العالم الاسلامي للاجتماع في الرياض في اخر ايامه عمر البشير خد طيارة وطلع من الخرطوم راح الرياض بعد ما امريكا قدرت تسكت محكمة الجنائية الدولية لو جبت الموضوع دي يا بيبو لو جبته يبقى برافو عليك لو ما جبتوش يبقى مش برافو عليك ويبقى شغل السبح والبلح زي ما هو رسمي انا فاكر القصة دي انا بقول من ذاكرة دلوقتي لكن فاكر القصة دي رسمي ان عمر البشير ذهب الى قمة الرياض الاسمه اي ده هو استنى كده نشوف الاخ بعت لنا ايه اه برافو عليك جاتها جاتها يا سلام عليك يا درش الجنائية الدولية تحنا وعلا شو محكمة يعتزع مشاركة في محسات ترامب وقالت العرب مرغمون ملاحقة المحكمة في دارفور وراء مقاطعة الرئيس السوداني بس راح انا فاكر ان عمر بشير راح تقريبا راح لانه ترامب قدر يضغط على المحكمة الدولية تسمح ما هو خلاص ماش قرار محكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف في عمر بشير لانه قالوا انت عندك جرام حرب في دارفور وكده بس انا فاكر مراح وساعتها حتى قلنا او انا قلت هو المحكمة دي لها خيار فاقوس ولا واحد عليه مذكرة التوقيف دولية ما تقبضوا عليه طب في واحد تاني بقى عليه قرار الاعتقال وما اعتقلش الجدع اللي اسمه محمود حجازي كان راح انجلترا ومطلوب في قضية وبعدين طلعوا الجماعة الانجليز قالك ايه قالك لا معلش ما احنا ما نقدرش نوبض عليه لانه مسؤول رسمي طب هو عمر بشير مش مسؤول رسمي وفلاديمير بوتن مش مسؤول رسمي كان محمود حجازي راح انجلترا وبعض المصريين طالبوا الحكومة الانجليزية وقتها بيه اه اه قال للرئيس عمر بشير في اسطنبول على هامش القمة التركية الافريقية. ايوة يبارح تركيا. لا ده الفين وثمانية? ده في الفين وثمانية. اه. بص اهو. يتحدى المحب. برافو عليك يا اهو. بص انت كده برافو عليك فعلا. انا فاكر انه ساعتها عاد تقول تب ازاي وعد عليه مذكرة اعتقال ويروح لبلد تاني. مش بس كده. محمود حجازي لما وصل انجلترا في احد البعثات. وهو كان مسؤول في الوزارة الدفاع المصرية. بعض المصريين النشاطاء طلبوا الحكومة الانجليزية باعتقال معمود حجازي. لكن ردة الحكومة الانجليزية قالت لا ده مسؤول رفيع المستوى ما نقدرش نعتقله ووقف الخدمة. تب ما في لدي ما يدي ببتر في الخدمة. وعمر بشير كان في الخدمة. ومعامر القزير في الخدمة. اه هو ده اللي بتكلم عليه. الفين وخمستاشر خادم الحرمين يستقبل البشير بعد وصول المشاركة في قمة الرياض. اشكرك جدا. هو ده اللي انا فكره. راح فعلا في الفين وثمنتاشر خمستاشر اهو. راح فعلا عمر البشير. راح الرياض فعلا. وعليه مذكير التوقيف دولية. عشان تعرف ان العالم مش الجنة اللي انت عايزها. ده فيه خياره فقوس اللي بعده. طبعا بمناسبة بقى الحقيقة الحاجات دي صراع على السلطة الولو ستريت جورنال كشفت عن فيه صراع ما بين آآ خلافات في الغرف المغلقة ما بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملك السعودية يعني. وما بين رئيس دولة الامارات محمد بن زايد. طلع ساعتها وزير الخارجين السعودي فيصل ابن فرحان نفى كل التقارير دي. الكلام ده في مارس الفين وثلاثاشر. قال بالنص كده لا مفيش حاجة اسمها كده. واحنا الاتنين سمنا على العسل. يا راجل. حتى الشيخ عصام بيقول له ان عمر بشير راح بعد كده قطر وسوريا. وقت المظاهرات ضده. صح. رفو عليك. او ده او ده. عيب برضو الزاكرة. السعودية تعلق لأول مرة على تقارير الخلاف مع الامارات وامكانية دعوة الاسد للقمة. طيب كلام جميل جدا. فيش خلافات يعني الحمد لله. ده بعدها كمان طلع محمد بن سلمان صرح واشاد بالعلاقات السعودية الاماراتية في ابريل ١٢٣٣. اهو. قال ان احنا سمنا على مربة او سمنا على حلاوة حاناية. اوكي. لكن الصحيفة الامريكية الول ستريت جورنال طلعت تقارير كشفت فيه كواليس الخلاف ما بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد اللي كان سببه الرئيسي. هو الصراع على زعامة المنطقة. قادي الول ستريت اهي. وقادي اللي قلته. ما شانا انا قلت ولا انا جبت السيرة. افضل الاصدقاء. ولي العهد السعودي. يصطدم برئيس الامارات. جمع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الصحفيين المحلين في الريان. لحضور اه حاطة نادرة غير رسمية. وقال ان الامارات العامة حليفة البلاد منذ عقود تعانتنا في الظهر. الكلام ده في يوليو ٢٣٣. اهو. ١٨ يوليو ٢٣. تعانتنا في الظهر. وفي كانون الاول بعد اجتداد الانقسامات دعم محمد بن سلمان الاجتماع مع الصحفيين. قال الزعيم السعودي انها ارسل الامارات قائمة مطالب على حد قول الناس هناك. وحذر ابن سلمان انه اذا لم تتماشى الدولة الخليجية الاصغر مع الصف. فان السعودية مستعدة لاتخاذ خطوات عقبية. مثل ما فعلت في قطر سنة ١٧. لما قطعت العلاقات معها. وقال للصحفيين سيكون الامر اسوأ مما فعلته مع قطر. مناش دعوة. طب فين بقى السيسي من الصراع ده على زعامة المنطقة؟ ايوه هتقول كده ازعل منك. ايوه هتقول كده والمصحف ازعل منك جدا. يا ابني السيسي ده المرمطون بتاعهم. حب اقولك انه مش موجود. برر معادلة. الدليل هو كلام محمد بن سلمان نفسه للمسؤولين الامريكيين. لما قالهم انه يقدر يحكم اي مكان في العالم العربي. ولو عايز يشير السيسي من الحكم يشيله. وده اللي كشفوا كتاب صدره. كتاب اسمه صعود محمد بن سلمان الى السلطة. اللي كتبه مدير مكتب نيورك تايمز. الراجل ده الكتاب ده بن هابرد. قال ان محمد بن سلمان قال كده. وفي التفاصيل نشرها الكتاب ده تفاصيل كنشرها زياد بن يمين. قاله هاد بقى زياد بن يمين قال ايه. كتاب صعود محمد بن سلمان السلطة لبن هابرد. الفصل الخامس استطيع تغيير السيسي اذا اردت ذلك. يبقى فيه صراع لكن السيسي بعيد عنك حياتي عذاب. ما تبعدنيش بعيد عنك. خلينا نطلع فاصل قصير ونروح لترند. كنا اول ناس نتكلم على النائب ايمان سمير الانتحر. كنا اول ناس كلمنا على انتشار حمد بنك وجيبنا الدكتور مصطفى جويش. للمرة التالتة في الحلقة دي. كنا اول ناس توقعنا مبارح. الحقيقة انه السيسي هيفرج عن جورج. او باتريك جورج. وقلنا ان السيسي هيطلع بعد اللقطة دي قدام الناس كلها المنسحبين من الحوار الوطني. اللي اسقطوا ورقة التوت اللي ساتر بها السيسي نفسه. وقلنا لكم هيطلع يعمل فيها انه هو المنقذ. وعشان تصدق ان احنا كنا اول ناس شوف الفيديو دا كده مبارح. طب السيدة سفيرة مشيرة خطاب دي دي بتشتغل رئيس المجلسي قوم الحوال الانسان. هل اتكلمت عن باتريك جورج؟ ولا جابت سيرته. فهل يجوز ان احنا بعد كده يبقى كل حاجة ولي النعم هو اللي بينظر بعين العطف والرعاية لشاب مصري. طب افرط حتى بافتراض ان هو طلع الفريجو عن زكي. وبافتراض ان احنا في سكسونيا. اوكي. هل باتريك جورج هيرجع كويس؟ ده اللي قلنا بارح. انه في افتراضية كده ممكن السيسي يطلع يعمل فيها ان هو حامل حمى وصاحب العين. زي عن طر العبسي ويفرج عن السيسي. عن باتريك جورج. تخيل بقى ان ده اللي ده حصل. زي ما توقعنا. وزي ما توقع الناس برضو تنيد الامانة يعني. السيسي طلع ياخد اللقطة بعد ما باتريك جورج بقت تريند على مواقع التواصل في مصر. وبرى مصر. وصدر قرار بعافه رئاسي عن جورج عن باتريك او جورج يعني. وعن محمد الباقر. الخبر اهو. قرار بص بص السحنة. بص. ابي اعلى. انساني اعلى. قلبي بس. ده قلبي بس. قلبي بلو رجليه. قل عايز ريز حنين. اهو. عايز سندوح من اللي بيقفوا وراء ستات فريتوبسات. اهو. بص انا تقلبه كده يطلع. تقلبه كده يطلع. ادي القرار. طبعا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية باتريك جورج ميشيل زاكي سليمان. في القضية كذا العفو يعني. محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر. فايزة محي عبدالوهاب. دعاء السيد محمد عبدالعال. خدوا عفو. يقفى. يقفى حنفي حسب النبي. عبدالفتاح عبدالموجود عبدالرحيم شعبان. يقفوا الثلاثة من الاحكام اللي عليهم. هات اول صفحة كده. اول صفحة. انزل 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 انزل. كمان كمان كمان. يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة. طب كان ايه لازبيتها السيسي الحركات دي كلها. لكن لا ليها لازمة. السيسي لازم يعمل لقطة. طب اللقطة دي ليه. ما كنا صدرنا حكم دي الولد كتب بوست على الفيسبوك. كان يستحقق ايه تلات سنين سجن عشان بوست. بوست كتبوا على الفيسبوك رأيه. ولا هو عايز يعمل لقطة شخصية مع معتقل بيحمل جواز سفر اوروبي. عشان بقى تبقى الدنيا. وعشان التمثيلية دي تبقى جامدة جدا. لكن هالي التمثيلية دي عشان يطلع البطل المنقذ المخلص. استجابة لطلبات لجنة العف. وقابل الانتخابات الرئاسية. فيطلع يقولك والنبي. والنبي تفرج عنه. اهو زي ما اطلعه اهو. تطمينات. العف الرئاسي تطمينات. بشأن بترك ونسخ في حرص ابو قلب خاصة. على استخدام صلاحياته. تطميناه. اطمينه. اطمينه. وطبعا يطلع هو فتطلع الى قرار العف. وبعده نطلع نشكره انه افرج. مجلس امناء الحوار الوطني. قرار يثمن قرار السيسي بالافراج عن المحبوسيين. اما ليه فيه شيء وفيه لزوم الشيء. الاول ياخد الحكم. تص الحكم. وبعدين نجده. والنبي. بالله عليك. والسيدة. طايد طايد خلاص خلاص ياولاد. هب قرار عف. هب نطلع بقى نقوله ايه ده. ايه الحلاوة دي. ايه الحلاوة دي. وده اللي توقعه النشط اسلام لطفي. لكنه حذر في الوقت نفسه. من تراجع المنسحبين عن الحوار. عن قرارهم في ظل احتقار النظام للسياسة والسياسيين. وللحوار الوطني والمتحولين. كتب اسلام لطفي كلام ده. كتب وقال. الحكم على الباحث باتريك زكي. استثمار استمرار هو. للغطرسة واحتقار النظام للسياسة والسياسيين. وللحوار الوطني والمتحولين. قد تحاول جهة ما تدارك ما حدث عبر دفع استصدار قرار عفو من السيسي. لو تم العفو عن باتريك وتبع ذلك تراجع مما ننسحبوا أو علقوا مشاركتهم في الحوار الوطني عن قرارهم. فإن هذا التراجع سيكون قرار اسوأ من قرار المشاركة في الحوار دون أي ضمانة لجديته. الموضوع لا يجب أن يكون متعلق بشخص نحبه أو بنكرهه. ولا متعلق بالصداقة والزمالة. أو يعني زي بيقول كده الاعتراض يجب أن يكون ضد عباسية النظام في تعامله مع المجال العام والمشتغلين فيه. ولنتذكر جميعا أن النجاة جماعية. ناس تانية شافت أن الإفراج حصل نتيجة الضغط الدولي والضغط المحلي. الضغط الدولي من أمريكا ومن أوروبا. الولايات المتحدة تطالب النظام المصري بالإفراج الفوري عن باتريك زاكي. والحقيقة يعني القصة دي قصة جامدة جدا يعني قصة كبيرة جدا. والقصة طلع رئيس لجنة حول إنسان البرلمان الأوروب يقول أن المصريين يتم قمعهم بأحكام مشبوعة. ده اللي قاله الراجل ده قال أنه نطالب بالحرية لباتريك زاكي يجب أن لا يسكت نضاله. من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية بالقمع ومن خلال القرارات المشبوعة. كمان في الإيطاليين حصلت وقفات في مدينة بولونيا الإيطالية لتضامن مع باتريك جورج. مبارع بعد الحكم يعني قصدي. كمان مسؤول رفيع المستوى في إيطاليا طلع عمل الفيديو ده كده نشوفه. أهو دي رئيس الوزارة الإيطالية باتريك زاكي سيعود إلى إيطاليا غدا. ألا استنى استنى. إيه ده السخة دي. جابتها منين الست دي. دي تلميزة موسليني بالمناسبة يعني. دي يمينية يمينية على أبوه يعني. وست دي شلحت لماكرون. مسحت بكرامة ماكرون الأرض. يعني مش ستة عادية. لها فيديو قسمة بالله مسحت بكرامة ماكرون الأرض. وهو بيقول عليها أنها يعني خليفة موسليني. لما تطلع تقول الست دي باتريك جاي هات كده الجراف. باتريك هيجي إيطاليا غدا. صدقها. ستة دي جبارة جبارة. مش بقى جو فيسبوك. لا. ده ستة دي لما أنا متبعها بصراحة يعني. ستة دي قوية ومفترية. ما تعرفش حاجة عن الحنية. نسمع كده قال لي تيه ستة في الفيديو. بس كده يا معلم. يبقى اضمن إن إذا باتريك هيكون في مطار روما الدولي. وهيكون في استقباله شخصيات رفيعة المستوى من إيطاليا. طالما الستة دي قالت كده. فاضمن إن ده هيحصل. على مسؤوليتها. كمان الحقوق بهاية الدين حسن طرح السؤال تاني بيقول. هل ممكن الضغط الدولي يؤدي عن الإفراج عن أبرياء آخرين؟ ده اللي كتبوا بهاية الدين حسن. مع حفظ الألقاء. قال الإفراج عن باتريك ومحمد الباقر يؤكد حقيقة لا يلتفت لها الكاثرون. وهي إن المعارضة تستطيع أن تمارس تأثيرا إجابيا. إذا هي أدركت ذلك وامتلكت الإدارة اللازمة. فهل تفعلها مع ألاف الأبرياء الآخرين؟ لكن سواء صدقت مصر بإنه السيسي أفرج عن باتريك عشان قلبه الحنين. أو صدقت رئيسة زراء إيطاليا اللي بتقول إحنا من بادري شغلين على قصري. وسواء اللي انسحبوا من الحوار اعتراضاً على الحكم رجوع أو لا. لكن الحقيقة إن الجميع للأسف رهائن في سجون السيسي. زي ما بيقول الحقوقي جمال العيد. بيقول إحنا غلابة أوى يا مسعودي على رأيي الست في المصرحية. فشر يا روحي. إحنا رهائن. حلوة والله يا زيس جمال. إحنا مش رهائن بس. إحنا أكتر من كده. إحنا أسرع. أسرع في يد طغمة حاكمة مستبدة. زي بيقول الناشط محمد نعيم اللي قال هذه الطغمة تعامل السكان معاملة الأسرة خارق قانون الدولي. هذا هو الواقع بدون تجميل. ومن يحاول تجميله سيعاني من ثقل الكذب على النفس أكتر من ثقل البيادة. وهي تعجم الأنوف. ده الحقيقة للأسف إحنا رهائن أسرة عند عبد الفتاح السيسي. أنا بكلم عن الشعب المصري. خلينا طلع فاصل قصير. لأنه بعد الفاصل عندنا لقاء مهم جدا يا جماعة. لقاء عن الفنادق والشركات والمباني اللي قاليني عنها. في صفقة كبيرة حصلت. أطرافها رجال أعمال مبارك. على رأسهم النجم. النجم الكبير قوي. هشام طلعت مصطفى. السؤال بقى لمن ستذهب نهيبة مصر من الشركات والأصول. عندنا كواليس. وقصص عن السندوق السيادي. وإزاي إن الحجاب بتتباع. هل الخليج رفع إيده عن السيسي خلاص مش هشتري. فالسيسي طر يضغط على رجال أعمال مبارك. يدخله واشتره ويددله الدولارات. هنشوف ده ولكن بعد فاصل. حقيقة فيه تطور جديد جدا في البحث عن الدولار. البحث عن الدولار عبد الفتاح السيسي بيدور عليه بكل الطرق والوسائل. سواء مشروع أو غير مشروع. يعني يخفف الأحمال عن الكهرباء ويقعدكوا في الضلمة بالساعات. عشان يوفر غازي يصدره البرا للأوروبا ويجيب هو دولار. بس دي جي الطريقة الوحيدة فيه طريقة تانية أنه بيحاول يبيع الإخواننا الخليجة كل حاجة في مصر. لكن دي برضو مش جايبة تماما. في رحلة البحث عن الدولار اللي رحلة السيسي وحكومته ووزراءه ومخابراته شغالة في القصة دي. في إطار الرحلة دي عبد الفتاح السيسي ما جمعش غير مليار وتسعمائة مليون دولار. وبيجهز عشرين شركة جديدة عشان يطرحها للخليجة أو للبنشتري يعني ضمن برنامج اطروحات الحكومة الجديد. زي ما الأخبار بتقول. التطور بقى اللي هنشوفه اليومين دول هو إنه عملية البيع بطيئة جدا. فدخل ناس جديدة في القصة دي رجال أعمال اللي أبرزهم طبعا رجال أعمال مبارك. فبدأ بيع أصول الدولة المصرية لتوفير تسعة وسبعين مليار دولار أو يعني مبلغ من الدولارات. زي ما بيقول الخبر كده هيمنت بعد بيع أصول الدولة هيمنت رجال أعمال مبارك. طبعا ممكن تكون انت ضده ومعه مش مشكلة لكن أبرز الأسماء دي اللي هنشوفها أو ترددت في ملف الاستحواز على أصول مصر هنشوفهم في الجراف ده كده. أبرز الأسماء دي هشام طلعت مصطفى أخذ نصيب أو أخذ حوالي سبعة وثلاثين في المية من أسهم سبع فنادق اللي هم لشركته إيكون للإسمرات. أحمد عز بقى حسطه في 31 من شركة الدخيلة المرشحين بقى البوحتة مالين اللي يخشوا في اللعبة دي محمد أبو العنين نجيب صويرس سميح صويرس المصدر رئاسة الوزراء قناة صدر بلد الشرق بلومبرج مدى مصر دول أبرز الناس. هشام طلعت مصطفى تحديدا استعوذ على سبع فنادق أو القبر بتقول كده سبع فنادق سبعة وثلاثين في المية من كل فندق فيهم. أبرزهم فندق سوفوتيل أولد كاتاركت بأسوان منتجع موفم بيك بأسوان فندق سوفوتيل وينتر بلس بلقصر فندق اشتاين بيلجر دول لس في التحرير فندق برضو نفس الفندق السيسيل في اسكندرية أو نفس المجموعة يعني فندق ماريوت مينهاوس فندق ماريوت القاهرة. هشام طلعت مصطفى استحوذ على نصيب ضغم في السبع دول. مرة كنت في أسوان والفندق ده كان قدامي كده كنت شايفه من بعيد كنت قادت في فندق تاني وشايف الفندق ده. اللي قاد معايا كان شخص مصقف جدا قال لي جملة كده ان جمال مبارك اشترى الفندق ده. ده أيام مبارك ياه. وكان سر بقى ولا مسر طبعا تلقت كذبة في الآخر جمال اللي اشترى ولا باع. النهاردة الاسم بيتطرح علني في الجرائد ان هشام طلعت مصطفى خده أو خد 37% منه. منهم بقى اولد كاتراكت ده اولد كاتراكت ده نزل فيه شخصيات كبيرة جدا في أسوان وكان بينزل فيه مسؤولين كبار للمستوى. أي حد كبير في العالم عايز يروح أسوان كان بينزل في أولد كاتراكت أسوان. على أي حال الوينتر بلس ده كان المشتب بتاع الملك فاروق. الفندق ده كان قدامه سنة 1922 قاعد قدامه رسام كحيان بيرسم باردي. الرسام ده يبقى أشهر شخصية في العالم بعد كده. هورد كارفور اللي اكتشف مغبرة توت عن قامون. أنا نزلت في الفندق ده وشفته وعارفه كويس قوي. ده كان المهشتر رسمي لكبار الشخصيات في العالم وعلى رأسه من ملك فاروق. أخده خلاص شام طلعت مصطفى. وطبعا لا 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 خليها بس انت مستعجل على إيه؟ ماريو الده اللي بنان خديوي إسماعيل للملكة أوبراتورة أوجيني وجاب لها من كل النباتات الأرض ومن حيوانات بقى وحاجات وطيور وفي الآخر قيت له بلدي أوي. لكن السؤال اللي جاء على بالي لما شفت الأسماء دي هل ده حصل بإرادتهم؟ يعني هشام طلعت مصطفى مثلا طول تاريخنا من التسعينات وإحنا عارفين إن هشام بيشتغل في الأراضي. يعني ياخد الأراضي بطراب الفلوس يبني عليها منتجع ويبيع بآلاف الجنيهات. ده حصل في الرحاب حصل في مدينتي صح؟ ياخد يعني في الرحاب تحديدا هشام طلعت مصطفى أخذ الأرض بملالين. باع المتر مش عارب بقديه بفلوس كتير قوي قوي. دي شغلة هشام طلعت مصطفى الحقيقة إنه ياخد أراضي صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء يدخلها المرافق ويشتري المتر بقرشين ويبيعه بثمانين ألف وتسعين ألف جنيه والحاجات دي. أول مرة عارف إنه شركة اسكندرية بتشتغل في القوتلات. كمان أنا افتكرت هنا إنه تم إجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق تحيا مصر. لما سيسي قال في الفيديو المشهور أنا عايز الصندوق دي يبقى فيه مئة مليار دولار. أفكرك بالفيديو ده. مئة مليار. وقال مستفى مدبولي شوف لك حل. بعد كده افتكرت كمان كامل وزير لما خل رجال الأعمال يدفعوا بالدولار عشان يعملهم محطة المنوريل بإسمعه. أفكرك برضو بالفيديو ده. يعني في الآخر السيسي بيكبر الناس على كل شيء. أنا سؤالي أنا ما عنديش معلومة. هل الإجبار ده بيتكرم على رجال الأعمال نفس المسلسل وبيتم إجبارهم على الشراء الأصول في ظل تراجع الخليج عن الاستمرار في دعم السيسي؟ وإيه علاقة المشهد الملغبة ده باستقالة مفجأة حصلت الرئيس خطال السمار في صندوق مصر السيادي الخبره هو؟ الراجل استقال. إيه بقى أنا معرفش يا جماعة أنا معرفش أنا راجل مش من هنا أنا محدش بيقول لي حاجة يا ميزو. أنا راجل غلبان عايز أعرف بقى إيه اللي فجأة فاتح شهية هشام طلعت مصطفى إنه يشتري سبع فنادق أو أسهم في سبع فنادق. امتلاك خلاص؟ ده السؤال. السؤال التاني بقى هل ده له علاقة بإن الخليج أحجم أو تراجع سنة؟ هل ده له علاقة بإنه كل اللي جامع ومصطفى مدبولي مليار وتسعمائة مليون وهم عليهم حداشر مليار؟ كل الأسئلة دي كل الأسئلة دي أنا هسألها أنا ما عنديش معلومة أنا بحاول بس أربط الخيوط بعضها وشغلتي إن أنا أطرح الأسئلة على المختصين واللي بيفهموا في الحكاية دي أكتر مني اللي منهم الأستاذ إبراهيم الطاهر رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة عربي 21 إلكترونية. أستاذ إبراهيم أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد أستاذ المشاهدين. أستاذ المرحيم النهاردة كنت بناقي الزمالي في الإعداد في القصة دي أنا عندي ربط كده هو ممكن يكون ربط شيطاني ممكن يكون خيالي ممكن يكون سؤنية إيه للتربية هل في ربط ما بين أحجام الخليج وتباطؤه فيه الشراء الأصول وما بين ظهور رجال أعمال مصريين ودخولهم في مسألة شراء الأصول المصرية؟ نعم بطبيعة الحال ما فيش حاجة بتحصل إلا ما يكون هي متشكة أو متربطة مع بعض. لأن مصر بقالها تقريبا دخل على أربع سنين بتطرح أو أعلنت عن طرح أكثر من 30 شركة وهذه الطرحات أو هذا البرنامج فشل في التنفيذ حتى هذه اللحظة أو على الأقل نقدر نقول حتى لحظة إعلان رئيس الحكومة بإبرام عدد من العقود. قيمتها وصلت وفقا لتصرحاته مليار وتسعمائة مليون دولار. الحقيقة خلال الأربع سنين أو الخمس سنين اللي فاتوا دول لما يكون فيه تراجع شهية من قبل المستثمرين الأجانب وظهور مفاجئ للمستثمرين المحليين. ده تقدر تقول يعني أنه يعني فيه ترتيبات ما تمت لإقناع المستثمرين المحليين يشيلوا الأمر. ليه يا سيد محمد. لا السنة قبل ليه قبل ليه يبقى لازم حضرتك تحييني لأن أنا النهاردة انبحث صوتي مع الزميلة وأنا بقول لهم أنا شايف أن فيه إجبار. القصة دي مش دخلها دماغي أنه فجأة المستثمرين مصريين يخش يصيروا الطروحات أو الطروحات دي أو الأصول المصرية منهم لنفسهم. فإذا حضرتك موافقني في الرؤية دي. يعني بصرف النظر عن المصطلح إكبار اتفاق مساومة مقيضة يعني. أي بس موجودة. لكن يتبقى أو نتفق جميعا أن فيه حاجة أن حد يتدخل ويخلص الموضوع بأي بسئلة. السؤال هنا بقى ليه هو تحت ضغط أنه هو عايز يخلص ولوله مستثمر محلي. هنا فكرة المستثمر المحلي يا أستاذ محمد في طرح أصول هو أصلا بدأ عملية طرح الأصول دي للحصول على دولار. طبعا أنا إذا ما بيع هذه الأصول لمستثمر محلي هيديني بالدولار ولا بالجنيه؟ طب المستثمر المحلي ده يجيب لي دولار منين؟ يعني هل المستثمر؟ ما هو قال في معلش مع الفيديو اللي عربنا دلوقتي الكامل وزير في خصوص محطات المونوريل قال هيدفعوا باليورو مش عارف مين ورجال الأعمال مين؟ قال أسماء ماشي رجال الأعمال هيجي رجال الأعمال اللي في مصر الآن عندهم صعوبة كبيرة في تدبير الدولار أو تدريب تدبير العملة الصعبة سواء دولار أو يورو السؤال هنا منين هيجيب رجال الأعمال؟ العملة الصعبة عشان يديها للحكومة هل قوة رجال الأعمال الآن أقوى في الحصول على الدولار؟ أقوى من الحكومة؟ أنا عندي تصور أو تحليل في هذا الإطار الآن هو عايز بأي تمن يخطي هذه العقبة التي تقف أمامه وهو عقبة فشل تسويق بيع أصول الدولة لمستثمرين أجانب أو فشل برنامج التروحات على مدار الأربع خمس سنين اللي فاتوا في تحقيق مستهدفاته هذه العقبة الأساسية هي التي تقف أمامه استكمال تنفيذ أو الحصول مصر على باقي شرائح القرض من سندوق النادي الدولي السؤال هنا أمس محمد مصر وفقاً لتصرحات الرسمية وتصرحات رئيس الحكومة مصر بتستهدف خلال الفترة الوجيزة والسريعة دي تحصل على ثلاثة مليار دولار أو ثلاث مليارات دولار تمام؟ وفقاً لتصرحات رئيس الحكومة حصلوا على مليار وتسعمية مليون دولار طيب السؤال هنا مصر هل لم لو باعت أنا افترض بصرف المصر عن مستثمر محلي ولا أجنبي مصر الآن باعت أصول بالقيمة المستهدفة ثلاثة مليار دولار هتنتهي المشكلة هتنتهي الأزمة مصر مطلوب منها خلال الست الشهور القادمة 11 مليار دولار و300 مليون التزامات مطلوب تدفعها طيب الثلاثة مليار هيعملوا إيه في الالتزامات الكبيرة اللي على مصر لا هو ما بيستهدفش الحصول على الثلاثة مليار هو بيستهدف الحصول على موافقة أو الحصول على اعتماد صندوق النقد الدولي للشريحة التانية لأنها تفتح له مساحة للحصول على كروض وعلى استثمارات أخرى من الخارج هنا العقبة العقبة هنا وده نرجع تاني للبداية العقبة الآن هو عايز يخلص تحت ضغوط كبيرة جدا وقاسية جدا على نتخذ القرار المصري ستكون قاسية على قيمة الأصول التي تباع زي ما بنقول في مصر برخص الطراب ستكون قاسية على تدعيتها وأثارها السلبية على المواطن المصري في فكرة التخلص أو التخلص لهذه الأصول لصالح المستثمرين أو لصالح القطاع الخاص سواء بقى محلي أو مستثمر لكن هم عايز يتخطى بأي شكل هذه العقبة التي تقف أمامه الحقيقة أن ده يعني بتجد رئيس الحكومة طالع بيقول لا والله موضوع البرنامج ده ملوش علاقة بسندوق النادي الدولي ده برنامج مصري خالص برنامج مصري خالص ده أنا شايفة تصرحات للاستهلاك المحلي أكثر منها يعني العالم كله ينتظر تنفيذ مصر هذه الأطرحات بأي شكل لإعتماد صندوق النادي الدولي المراجعة الأولى عشان تبدأ إجراءات الوصول على الشريحة الثانية من صندوق النادي الدولي طيب المراجعة دي يا أستاذ إبراهيم مفروض أنها في سبتمبر صح؟ المفروض هي المفروض كانت تبقى في مارس الماضي تم تأجيلها لسبتمبر المقبل وفقاً لبعض التصرحات المتعلقة حضرتك بتقولي دلوقتي أن المراجعة دي كانت في مارس تأجيلت لسبتمبر لكن في تقارير أجنبية بتقول أن المراجعة للسندوق في سبتمبر القادم دي سيسبقها تعويم إجباري للجنيه في ظل فشل عمليات البيع في تحقيق المستهدف حتى الآن كيف تقرأ هذه التقارير؟ أبو سيد محمد هو صعب جداً هو طبعاً يعني التعويم قادم لمحة لكنه صعب في الوقت الحالي هو الآن ينتظر أي مخدر أو أي مسكن يسكن به مسألة تعويم الجنيه المقبل الفكرة هنا هو تحت ضغط كبير لو عوم الجنيه أو خفض الجنيه أو عمل تخفيض إضافي للجنيه الآن ستكون الخسائر قاسية جداً وبالتالي هو يبحث عن أي دعم لتقليل حجم الخسائر الممكنة من تخفيض قيمة الجنيه المقبل بطبيعة الحال زي ما برنامج تخارج الحكومة من شركات لصالح القطاع الخاص كأحد أهم وأبرز شروط صندوق الناد الدولي في استمرار الحصول على باقي القرد أيضاً تخفيض الجنيه من الشروط الأساسية والاتباع سياسي سعر صرف مارين من الشروط الأساسية أيضاً لصندوق الناد الدولي زي ما هو مصر ومضطر أنه يبيع وصول الدولة تنفيذاً لشروط صندوق الناد الدولي أيضاً سيكون مضطر لإجراء تخفيض جديد لقيمة الجنيه ولكن ليس الآن هو للحصول وطبيعة الحال هو لو عمل الآن تخفيض الجنيه ستكون تدعياته كارثية بشكل يعني لا يمكن تخيله ولا يمكن تصوره وهو مدرك ذلك هو الآن يبحث عن تسكين أو لتقليل الخسائر الممكنة التي قد تترتب على التخفيض الجديد لقيمة الجنيه طيب أستاذ إبراهيم معلشي كان معنا الدكتور أو البروفيسير روبرت سبريمبرغ وقال إن عملية الإطرحات دي عملية شكلية وإنها مجرد تسكين لمطالبات الصندوق لإبعاد الدولة عن الاقتصاد وعلى رأسها الجيش بينما هم بينكروا ده من أصدق من وجهة نظرك روبرت سبريمبرغ ولا هم اللي بيقولوا لا إحنا ملناش دعو بالصندوق خالص لدرجة إن أبو العينين مثلا طالع يقول محمد أبو العينين طالع يقول مصر ممكن أن تستغني عن صندوق النقد نسمعوا كده فيديو نسمعوا فيديو كده يعني طبقا لكلام محمد أبو العينين نقدر نستغني عن الصندوق هل زي ما قال سبريمبرغ إنها أطروحات شكلية مجرد تسكين لمطالبات الصندوق وإنه إبعاد الجيش عن الاقتصاد ولا نقدر نستغني كده وإنه لا أمناش علاقة بالصندوق نعم الحاجة هي التي تحكم مصر لنا نسو محمد الحاجة الملحة للدولار والعملة الصعبة هي التي تحكم صانع القرار الاقتصادي في مصر الحقيقة يعني والحقيقة يعني عدد من القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها قد تكون في صغيرة قرارات إيجابية يجب أن مثل هذه القرارات أن تثمر أو تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي لمصر لكن للأسف الشديد ما يحدث هو العكس النتائج دائما تكون عكسية أو غير يعني على غير المتوقع ليه؟ لأن حتى لو القرار صحيح تخذ في وقت خاطئ والقرار الذي والقرار الصحيح إذا تخذ في وقت خاطئ فهو قرار خاطئ بالتالي يفقد تأثيره يفقد أهميته فحاجة مصر للدولار إذا استطاعت مصر الآن أنا وجهة مصري هو طبعا في صعوبة كبيرة جدا لأن مصر تتخلى أو تستغني عن صندوق الناد الدولي في الوقت الحالي لأنها مكبلة بكيود وشروط قاسية جدا وما زالت عليها التزامات كبيرة جدا على صندوق الناد الدولي وزي ما قلنا سابقا إن مصر هي تاني أكبر دولة مدينة لصندوق الناد الدولي على مستوى العالم وأكبر دولة عربية مدينة لصندوق الناد الدولي عربيا فهي عالميا رقم اثنين وعربيا رقم واحد فالصعب جدا إن هي تتخلى أو تستغني عن صندوق الناد الدولي في الوقت الحالي نظرا لحجم الاتزامات الكبيرة اللي عليها للصندوق لكن السؤال الفعلا الحقيقي واللي بيطرح لو امتلكت مصر إرادة قوية وإرادة حقيقية فمصر تمتلك من الموارد البشرية والاقتصادية إذا تم استغلالها استغلال جيد لصالح الشعب ولصالح الوطن أن تتخلى عن صندوق الناد الدولي بل بالعكس قد تصل إلى أنها تقرد صندوق الناد الدولي كما فعلت بعض الدول المجاور إذا امتلكت مصر الكوة والقدرة والإرادة لا وقابل دا وقابل دا يا سيد براهيم إذا امتلكت مصر التفكير العلمي استناد الأمر إلى أهله من رجال الاقتصاد وليس بالفهل لها وبطريقة ففهمناها سليمان طيب أنا عني سؤال تاني نعود إلى فكرة أني هشام طلعت مصطفى كما تنشر الأخبار اشترى سبع الفناد الدول أو اشترى منهم أسهم وغيره دائما دائما أنا بنتكلم على الأصول التي تطرح سواء على الخليجة أو على الأوروبيين أو على حتى المصريين وننسى دائما أو لا نلتفت حتى بافتراض أنها جابت 11 مليار بافتراض أنه هو هيبيع الأشهر الجاية دي أصول ويجيب 11 مليار اللي هي على مصر دائما ما ننسى خلال المناقشة الأثار المترتبة على بيع الأصول دي ونتائجها ببعنى أنه ربما يحدث فيها زي ما حدث فيكس المراجل البخارية أيام مختار خطاب أو شركة السكر أو شركة قاعة أن هذه الأصول قد تعود خريبة على مصر زي ما حصل زي ما أنا ذكررت بوقت ثلاث أمثلة بس المراجل البخارية وشركة السكر وقاعة هذه الأصول ما بنسألش مصرها إيه بعد ما بيعناها يعني هلها نستلمها خاربة زي عمر فاندي مثلاً وغيره يعني إلى أي مدى إحنا بنغفل الأثار دي أو النتائج اللي ممكن نعاني منها بعدين؟ بطبيعة الحال يعني كل القرارات الاقتصادية الآن التي تم اتخاذها سيعاني منها الأجيال القادمة سواء فيما تعلق بسياسة الكروض التي تتم نحن نتكلم عن خلال عشر سنين اللي فاته تم اقتراض ما يقارب 122 مليار دولار في عشر فأقل من عشر سنين ده طبعاً هيدفع تمن الأجيال الأجيال القادمة بيع أصول الدولة سيدفع تمن الأجيال القادمة أستاذ محمد إذا كان هو بحاجة الآن لبيع الأصول لهذه الأصول يعني أقل بكثير جداً من التزامات اللي موجودة عليه يعني بتشبيه بسيط للمشاهد أنا دلوقتي لما يجي يكون واحد مضطر أنه هو يبيع عفش بيته فقط هو بيبيع عفش بيته عشان يدفع الإيجار اللي عليه عشان ما ينامش في الشارع فبالسؤال هنا هو لما يسكن المالك ويدفع قيمة الإيجار هل كده أزمته تحلت؟ ولا هيعاني من البيت من غير فرش؟ هيعاني من الشهر القادم؟ إذا كان سكن الأمور الشهردة بعفش البيت الشهر القادم هيجيب من إيه؟ وهو ما عندهش دخل لسداد ما عليه من التزامات دخل كافي لسداد ما عليه من التزامات فهو هنا نفس المشكلة أن أنت بتيجي في وقت من الأوقات بتفقد جزء كبير من أصولك اللي أنت كنت بتعتمد عليها في إراداتك السادقة ما الأصول دي مش كانت بتدخل إراداتك؟ لما تتباع جزء كبير من إرادات هذه الأصول هيروح لرجال الأعمال والقطاع الخاص صحيح صحيح هيكون في مردود ولكن هيكون مسكن مؤقت في الوقت الحالي لكن أثاره السلبية ستكون لاحقة على المدى المتوسط أما إضافة لأن الخدمات التي تقدمها الدولة عبر هذه الأصول عندما يتم بيعها للقطاع الخاص أي مكان سواء مستثمر محلي أو عربي أو خليجي أو أجنبي فهذه الخدمة التي ستقدم بأسعار القطاع الخاص وبالتالي ستؤثر على شريحة أيضا من المجتمع في الحصول على مثل هذه الخدمات أنا مش بكلمك على فنادق ولا بكلمك على خدمات أساسية وشركات ومنتجات ومصانع في شركات مهمة وبتمتج أشياء مهمة وبالتالي وجود هذه السلع للمواطن بسعر الدولة بيقلل كتير من السلبيات الوقاع عليه صحيح الواطن يعاني لكن ستكون المعاناة أشد في حال أن تكون هذه السلع بسعر القطاع الخاص هل هنا نحن ضد القطاع الخاص؟ لا بالعكس نحن ضد اتباع سياسات غير معلومة العواقب نتيجة لعدم وجود خطط بديلة والقرارات التي يتم اتخاذها يتم اتخاذها بشكل اضطراري وليس وفقا لخطط اقتصادية مدروسة ووضحة وبالتالي بتكون النتائج كارثية طيب أستاذ إبراهيم أنا النهاردة وقفت قدام خبر يعني محتاج تفكير رئيس الوزراء مستفى مدبولي له تصريح بيقول استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاءها في زيارة الغرف الفندوية هو الالكت يعني احنا المباني الحكومية زي وزارة الداخلية مثلا زي وزارة الموارد المائية زي الهبعة دلوقتي دي هيعملها غرف فندقية كلام جميل وكلام محترم جدا بس هو السؤال هل لديك هذا الكم من السياحة اللي بحتاجة غرف فندقية بهذا العدد يعني انت اللي بيدخلو لك هم يعني عشر قروش من السياحة يعني ايا كان الرقم اتناشر مليون عشر قم استاشر مليون سنويا ودون متوزعين على الغردقة متوزعين على أسوان والأقصر يعني في حيثة مش بس في القاهرة حضرتك بتزود الغرف الفندقية في القاهرة لمين؟ ده السؤال اللي انا اعمل اسأل نفسي عليه من ساعة ما قررت تصريح ده لمين؟ هل ده تصريح جد؟ ولا برضو ناخده في إطار انه مضغ هوا وكلام فارغ؟ الحقيقة لو كانت الحكومة عندها خطة لزيادة عدد السياح فده يبقى شيء كويس لكن اذا كان مجرد أمنيات لا انت انت شايف اني عدد السياح اللي بيخش القاهرة محتاجين غرب فندقية جديدة فانا اخد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ووزارة الثقافة زي ما هو بيقول هو اللي بيقول وهنحاولهم الغرب فندقية نسبة الاشغالات وفقا للتقارير الرسمية الصادرة لم نسمع عن نسبة الاشغالات في إجمالي فنادق الجمهورية وسط لمية في المية عشان يكون عندي تأتيم إلا إذا كان لدي خطة مستقبلية خلال خمس سنوات أو عشر سنوات على المدى المتوسط ليس على المدى الحالي أنا ما عنديش مشكلة مصر دولة سياحية بامتياز إذا تم وضع برامج سياحية لها وعادت مصر إلى ريادتها السياحية عربيا وإقليميا وحتى عالميا يمكن مصر أن تحقق إرادات قوية وتكسر حاجز الـ 15 مليار دولار اللي بقالها فترة عايزة تتخطاه ومش أدرة يعني النهاردة أنت بتكلم في أقل من 14 مليار حوالي 12 كسر أو 13 أقل من 13 كمان ما وصل مشكلة 13 مليار دولار وده اللي وصلنا ليه في عهد أظن مبارك إحنا حتى الآن لم نتجاوز ذلك فالفكرة هنا مصر كمان فيه تقارير دولية تقول أن مصر فقدت ريادتها السياحية حتى على المستوى العربي يعني فيه دول خالجية وفقا لهذا التقرير ومن ضمنها قطر والسعودية والإمارات الآن هي أعلى من مصر في ترتيب الريادة في السياحة العربية من حيث حجم الإرادات الآن مصر هي الرابعة عربيا الأصل مصر بجغرافياتها وبأثرها وبإمكانياتها وقدراتها أن هي تكون الأولى مش عربيا بس الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم مصر دولة سياحية بانتياز يجب أن تكون هناك برامج وخطط قوية جدا لدعم السياحة في مصر والحصول على إرادات تساهم في تقليل هذا السد جزء كبير من العجز الدولاري الموجود في البلد لا هو كمان أصل أنت عندك مشكلة كمان هي مشكلة فيش في الرقم بيخش لك 12 مليون أو بيخش لك 20 مليون سايح أنت كمان نوعية السياحة اللي بيجي لك هي هي مشكلة لأنه نوعية السياحة اللي بتروح الإمارات هي نوعية غنية جدا أو معاها فلوس ولديها الإمارات بنية أساسية زي الرياضة أو زي السعودية يعني سياحية قوي جدا بينما أنت عندك أصول سياحية بس ما عندكش بنية أساسية فنفس الوقت الساحة اللي بيجي لك هو أبو إرشين خلينا واضحين يعني اللي بيجي لك القاهرة هو الساحة أبو إرشين اللي بينزل في بانسيون أنت عايز كمان تبيع الأصول الحكومية دي وتحولها لغرب فندقية فيه أنت في وقت ما عندكش هذا العدد من السياح أو السياح ولا عندك النوعية دي والخامة دي كوالة دم السياح فأنا مش فاين تصريح رئيس الوزراء بيتحك عليه هنا ولا بيتحك على نفسه ولا بيتحك على الناس ولا زي ما أنت بتقول عنده خطة لإنعاش سياحة جيدة سياحة جاية تصرف مش سياحة جاية تعيش على خيمة أو على عجلة والجو ده يعني نعم أنا ما عنديش فكرة بس أنا خدت الكلام في إطار أني مسامة بولي بيتحك على الناس كما دحك على الشعب طيب خلينا أرجع تاني النهاردة أو مبارح الناس بتكلم على قطع الطيار الكهرباء والنهاردة كشفنا أنه دي خطة سرية عاملة الحكومة عشان تصدر غاز هي بتضغط على المواطن وعشان توفر غاز وتصدره لأوروبا لأن سعره مرتفع السؤال هنا هل فشلت كل محاولات السيسي اللي عمل عشان يجيب دولار سواء كانت محاولات لبيع أصول سواء كانت محاولات لأنه يقترد سواء كانت محاولات لأي شيء فولاجأ مرة أخرى للضغط على المواطن عشان برضو يجيب الدولار هل فشلت كل محاولاته فلاجأ إلى الشعب مرة تانية؟ لا الحقيقة أنه بدأ كان فيه مجموعة من الشركات الكهرباء التي تم تجشينها بعد 2014 وكان الهدف منها الوصول إلى الاكتفاء الزاتي من الكهرباء هذه الشركات السيد محمد للأسف الشديد لم تكن بأموال مصرية خالصة بل كانت بكروض وكروض بفوائد كبيرة جدا هذه الشركات أنشأت بالفعل ووفقا للتصرحات الرسمية وصلت مصر لحالة الاكتفاء الزاتي من الكهرباء لكن السؤال هنا أصبحت على مصر مديونية كبيرة جدا من خلال الكروضة التي أنشأت من خلال هذه الشركات السؤال الثاني الغاز المستخدم سعره ارتفع جدا وبالتالي كان مصر هتدي الغاز تصدره للخارج ولا تدخه في شركات الكهرباء للحصول على الاكتفاء الزاتي الحقيقة أن في ظل ارتفاع الغاز في الشتاء الماضي لأسعار قياسية في أوروبا كان التفكير في أنه لا أنا أقلل هو أقف جزء كبير من هذه الشركات في سبيل لأنه صدر الغاز أو جزء من الغاز لأوروبا بالسؤال هنا هل مصر كان عندها فائد من الغاز؟ السؤال اللي بعده والأهم وهو أن أسعار الغاز هل ظلت في ارتفاع حتى تسبيل منها مصر؟ لا أسعار الغاز بدأت تتراجع أو تنخفض وبالتالي مصر فقدت جزء كبير من هذه الشركات بدأ يفقد إنتاجه وبالتالي بدأت تتراجع إنتاج الكهرباء في مصر وبالتالي مع عودة الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك أو الضغط على الكهرباء يعني وجدنا أن وصلنا رجعنا تاني لما قبل إنشاء هذه الشركات وأن في تخفيف أحمال وفي خطة عند الحكومة لتخفيف الأحمال والكهرباء رجعت تاني تقطع وإلى خيره ودي نفس الأفكار اللي صدروها في 2012 لتمهيدا للانقلاب على الرئيس الراحل أو الشهيد محمد مرس الحقيقة هو الآن عادت الأمور لنفس المربع الصفر لأن الخطط التي تم بناء عليها إنشاء هذه الشركات كانت خطط الهدف منها التسويق الشخصي أكثر منه الحاجة لهذه الشركات كانت الهدف منها أهداف شخصية أكثر منها أهداف اقتصادية وبالتالي أصبحت هذه الشركات رغم الوصول إلى حجم من الاكتفاء الزاتي من إنتاج الكهرباء أصبحت عبء على مصر وبالتالي بدأت مصر تتخلص أو تسعى للتخلص الآن من هذه الشركات بل وطرح هذه الشركات للبيع مرة أخرى ووفقا للتصرحات الرسمية وهناك مفاوضات مع شركات أجنبية ومنها شركة ماليزية لبيع جزء من هذه الشركات لشركة ماليزية والمفاوضات لا تزال جارية في هذا الصدد لي أرسل محمد؟ لأنه نرجع تاني بنتكلم كان عندنا وما زال في مصر لديها خلل في الأولويات متخذ القرار في مصر لديه خلل في الأولويات ينفق المليارات على مشاريع لم تكن لها أولوية في الواقع الحالي ثانيا أنفق على مشاريع لا أهداف شخصية أكثر منها أهداف اقتصادية وبالتالي كانت النتيجة سلبية حتى رغم إنشاء شركات كهرباء وإحنا عندنا إنشاء شركات كهرباء قادرة وفقا للبنية التحتية وهو إلى خيره على الوصول إلى الاكتفاء الزات من كهرباء لكن عجزنا عن تشغيل هذه الشركات لأنها في الأساس بنية على أهداف أو دراسات جدوى غير يعني يعني غير اقتصادية أو غير استثمارية أستاذ إبراهيم بعد إفلاس السيسي في البحث عن الدولار أو عن تغطية كل الدولار يعني سواء بالبيع أو بالقروض أو بغيره في خبر بيقول إن يوسف بوترس غالي ميكانيكي الاقتصاد في حكومة أحمد نظيف بيجهز حقائبه وفيه تسريبات بتكشف المنصب المنتظر لي وتوقعات بأنه هيكون مستشار اقتصادي للحكومة لكن فيه مقربين منه بيقولوا إنه هو بيفكر في اعتزال العمل العام ده اللي بيقولوا هل الخبر ممكن هوا قدامنا هوم فيتول نشرة هل تعتقد إنه ظهور اسم يوسف بوترس غالي الآن باعتباره ميكانيكي اقتصاد فعلا والرجل الذي أحدث نقلة نوعية في ملف الدرائب في حكومة أحمد نظيف في آخر أيام مبارك هل تعتقد ده ممكن يكون واحد من اللي هيستعين منهم السيسي لحل الأزمة التي يعاني منها نظامه سواء في الدولار أو بغيره هل تعتقد أنه ممكن يكون طوق النجال السيسي أو يعني يعيد التفكير خارج الصندوق لإنقاذ السيسي أولا هي دي مجرد تكاهنات يعني ده نشرتها موقع ديته نعم هي مجرد تكاهنات لكن السؤال ممكن يكون يعني خلينا أجاوب على سؤال حضرتك بسؤال هل كان هو بالفعل منقذ لمبارك لما كان وزير مالية وكان طوق نجاح لمبارك قبل 2011 وهو كان خلاص بوزارة المالية رغم أن كان معدل النمو في مصر قبل 2011 أو قبل أن دعا سروة يناير 2011 وصل ل7% وده كان معدل عالي جدا لكن أيضا قامت الثورة لأسباب اقتصادية واجتماعية وكانش عرض الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية يعني العيش رقم الضغير فمعدل النمو الذي كان يتم الإعلان عنه من وزارة المالية وهو 7% كان معدل نمو رقمي وليس حقيقي تالي إذا كان استطاع أن هو ينقذ مبارك من انهيار الأوضاع الاقتصادية قبل اندلاع ثورة 25 نيناير فكان أولى أنه يكون له دور في الواقع بس أيامك أفضل من دلوقتي نحن نتكلم على أيام نحن نتكلم على النظام الحالي هو امتداد للنظام مبارك يعني خلينا نتفق بسياساته أنا أتكلم على السياسات الاقتصادية هي نفس السياسات نفس الممارسات ولكن بأشخاص أو وجوه مختلفة وإن كانت المحركات الأساسية أو الوجوه الأساسية موجودة أيضا ولكن كانت أيضا موجودة في عهد مبارك فالنظام الحالي هو امتداد لنظام مبارك وبالتالي لو استمر النظام المبارك كنا سنصل إلى نفس النتيجة لا إزاي هو ما عليش أستاذ أمتداد لنظام مبارك أنا بقول لحضرتك امتداد للسياسات إيه إزاي والضحالي أستاذ هل النظام مبارك في الفترة اللي هو كان فيه كان عندنا مشكلة في التوجه نحو النظام كان وكان فيه تصرحات لوزراء يعني حكومة أحمد نظيف أتذكر حتى وزير الزراعة لما طلع قال شرع العبد والتربيته على المحاصيل الأساسية والاستراتيجية يعني كان يتكلم على محاصيل القطن والقمح والزراعة بصفة عامة تم تدمير قطاع الزراعة بسياسات اقتصادية بسياسات زراعية فاشلة كان الوضع الاقتصادي والاستثماري عبارة عن كله كله كلام رقمي يعني سواء على المستوى الاستثمار الأجنبي أو على مستوى معدلات النمو لكن معدلات الفقر كانت تزداد معدلات البطالة كانت تزداد يعني لو مبارك كان قاعد لحد سنة 2023 كان هيحصل في مصر نفس أسعار الدولار دي وإزاي اللي هو مرتبط أصلا بقروض لم تتغير سياسات وبالتالي النتائج كانت ستكون متشابهة للغاية يعني كانت دولار هيباب 40 جنيزة دلوقتي كده أنا أقول لحضرتك السياسات لم تتغير وبالتالي النتائج كانت ستكون إن لم تكن متشابهة فهي كانت ستكون متقربة من هذا الوضع إن لم يغير من سياساته تحت ضغوط شعبية أو سياسية أو خلافة لكن استمرار هذه السياسات أدى للوصول إلى الواقع الحالي أما لو كان هناك خطة للحصول كما أعلن الرئيس مرسي رحمه الله يجب أن نمتلك سلاحنا وغذائنا ودوائنا صحيح إذا كان هناك خطة من أي نصف لإمتلاك السلاح والغذاء والدواء فالنتائج كانت ستكون مختلفة طيب سوئ الأخير لأن الوقت استمرار سياسات فيؤدي إلى نفس النتيجة سوئ الأخير لأن الوقت تباقي فيه لئتين سوئ الأخير لك هل تتوقع في الفترة القريبة يعني دوتش فيلا أنا كنت قدامي خبر إن دوتش فيلا تتوقع زيادة كبيرة في الأسعار دوتش فيلا هي تلفزيون الرسمي أو تلفزيون ألماني يعني اهو زيادة كبيرة في الأسعار الفائدة بأسعار الفائدة من قبل المركز يتوقع زيادة هل توقع أنه يحصل زيادة في أسعار الفائدة في الوقت القريب أو تتفق مع دوتش فيلا بالطبع يعني كل توقعات تشيري أن البنك المركزي سيتخذ مضطرا أو مقبرا قرار برفع سعر الفائدة أو أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لعدة أسباب أولا لإغراء المستثمرين الأجانب في العودة لسوء الدين المصري والاستثمار في أدوات الدين الحكومية أو ما يسمى اقتصاديا المصطلح المتعرفة للأموال السخينة عودة الأموال السخينة وفقا للتصرحات وزير المالية خلال الفترة الأخيرة خرج أكثر من 20 مليار دولار بعد خفض أسعار الفائدة وبالتالي خروج هذه الأموال أدى إلى أو ضغط بشكل كبير على قيمة الجنيه وعلى أصول مصر من العملة الأجنبية تبدأ وإذا تأثيره علينا كمواطن إيه؟ زيادة أسعار الفائدة دي تأثيرها عليك كمواطن زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع ارتفاع قيمة سعر الفائدة على الديون مصر وبالتالي ستزيد أعباء الدين أو خدمة الدين إلا بتقترضها الحكومة من مصر من البنوك هذه الأعباء ستؤدي إلى استمرار العجز الموازنة العامة للدولة استمرار عجز الموازنة العامة للدولة أي يساهم في في يعني تقليل الخدمات أو الإنفاق الحكومي على الخدمات التي تقدم المواطن سواء في التعليم أو الصحة أو حتى الاستثمار الاستثمارات الحكومية وبالتالي سيتضرر المواطن المصري في قطاعات معينة صحيح قد يستفيد أصحاب الودائع أصحاب الودائع في البنوك لكن نسبة أصحاب الودائع نسبة قليلة جدا وقناة بالملايين من الشعب المصري إلا لا بيمتلك ودائع ولا بيمتلك حسابات حسابات حتى في البنوك شريحة كبيرة جدا المناصرين ليس لديهم حساب بنكي وحتى من لديه حساب بنكي ليس لديهم الدخارات في البنوك وبالتالي من سيستفيد بهذه برفع الأسعار هو أصحاب الودائع أو المدخرات نوعا ما لكن السؤال هنا بزيز محمد هل قرار رفع سعر الفايدة هو قرار خاطئ؟ لا ما نقدرش نقول له هو سيكون له أثار سلبية أو تدعيات سلبية لكن قد يلجأ لي متخذ القرار الاقتصادي لتقليل الخسائر التي قد تتم في قطاعات أخرى زي ما كنا بنتكلم يا سيد محمد في أننا بنوصل الحكومة بيكون لديها مجموعة من السياسات سياسات مالية وسياسات نأدية لازم يتم اتخاذ قرارات يعني تجمع بين السياسة المالية والنأدية للوصول إلى زي ما بنقول دايما للوصول إلى الدوازع الامتصادي وتقليل أي قرار اقتصادي في الوقت الحالي ستتخذ الحكومة المصرية سيكون له أثار وتدعيات سلبية لكن الحكمة أو الحكمة في قدرة متخذ القرار الاقتصادي على اتخاذ قرار يتكون أثاره الاقتصادية أقل من قراره السلبية بشكرك جدا أستاذ إبريم الطاهر رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة عربي 21 إلكترونية كل الشكر والتقدير لوجودك معنا شكرا هنا حضرتك اسم محمد والأستاذ المشاهدين وشكرا على يعني انت بدتنا فرصة والمساحة شكرك شكرا دستاذ إبريم شكرا على أي حال نتمنى لمصر كل التوفيق إن شاء الله وإن الشعب المصري ربنا يخافف عنه الحر وزيارة الأسعار وربنا يرفع عنه عن فتاح السيسي واللصوص اللي حواليه إلى أن أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة تصبحوا علاوة حر تصبحوا لخير تصبحوا علاوة حرارة 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 ح